الوجه الاول يبدأ حالا وهذه الشريط الواحد والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة للبقوث العلمية والافتاء المجلد الثاني العقيدة سؤال يقول الله تعالى في كتابه العزيز إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير من ضمن الآية الكريمة أن الله يقول ويعلم ما في الارحام لقد صار بيني وبين أحد الأصدقاء نقاش كبير حول هذه الآية فلقد قال لي إن العلم الحديث والأطباء قد توصلوا لمعرفة ما في رحم المرأة هل هو ذكر أم أنفى بواسطة الأشعة وقلت له الله سبحانه يقول ويعلم ما في الارحام هل معنا الآية أن العلم لم يكتشف ما في الارحام أم أن الآية تفسيرها غير ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله وأنها المذكورة في الآيات المسؤول عنها من ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده عين الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وفي رواية له عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام رواه الإمام أحمد عنه وعن ابن مسعود بمعناه ورواه من طرق أخرى تؤيد ما دلت عليه الآية ومعنى الآية أن الله تعالى استأثر بإلم الساعة فلا يجليها لوقتها إلا هو فلا يعلمها لميقاتها ملك مقرب ولا نبي مرسل وقد أعلمهم الله بأماراتها ولا يعلم متى ينزل الغيث ولا في أي مكان ينزل إلا الله وقد يعرف ذلك أهل الخبرة عند وجود الأمارات ونعقاد الأسباب علما تقريبيا إجماليا يشوبه شيء من التخميم وقد يتخلف واختص سبحانه أيضا بعلم ما في الأرحام تفصيلا من جهة تخلقه وعدم تخلقه ونموه وبقائه لتمام مدته وسقوطه قبلها حيا أو ميتا وسلامته وما قد يطرأ عليه من آفات دون أن يكسب علمه بذلك من غيره أو يتوقف على أسباب أو تجارب بل يعلم ما سيكون عليه قبل أن يكون وقبل أن تكون الأسباب فإنه مقدر الأسباب وموجدها عليم لا يتخلف ولا يختلف عنه الواقع وهو الله سبحانه وقد يطلع المخلوق على شيء من أحوال ما في الأرحام من ذكورة أو أنوفة أو سلامة أو إصابة بآفة أو قرب ولادة أو توقع سقوط الحمل قبل التمام لكن ذلك بتوفيق من الله إلى أسباب ذلك من كشف بأشعة لا من نفسه ولا بدون أسباب وذلك بعدما يأمر الله الملك بتصوير الجنين ولا يكون شاملا لكل أحوال ما في الراحام بل إذ مالا في بعضه مع احتمال الخطأ أحيانا ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا من شؤون دينها ودنياها فهذا أيضا مما استأثر الله بعلمه تفصيلا وقد يتوقع الناس كسبا وخسارا على وجه الإجمال مما يبعث فيهم آملا وإقداما على السعي أو خوفا وإحجاما بناءا على أمارات وظروف محيطة بهم فكل هذا لا يسمى علما وكذا لا تدري نفس بأي أرض تموت في بر أو بحر في بلدها أو بلد آخر إنما يعلم تفصيل ذلك الله وحده فإنه سبحانه له كمال العلم والإحاطة لجميع الشؤون أعلنها وغيبها ظاهرها وباطنها وجلة القول أن علم الله من نفسه غير مكتسب من غيره ولا متوقف على أسباب وتجارب وأنه يعلم ما كان وما سيكون وأنه لا يشوب علمه غموض ولا يتخلف وأنه عام شامل لجميع الكائنات تفصيل جليلها ودقيقها بخلاف غيره سبحانه وهو المستعان وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا قلنا لإخواننا هنا إن علم الغيب خاص بالله تعالى فلا يعلم الغيب رسول ولا ملك قالوا لنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهذا القرآن الذي جاء به هو غيب ووا ووا ويفتدلون أيضا بقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول والرسول من من ارتضاه الله بعلم الغيب فما رد فضيلتكم في هذا وهل يجيز القول بأن الرسول يعلم الغيب استمادا إلى هذه الآية الرجاء من معاليكم الرد على هذا السؤال الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد علم الغيب خاص بالله تعالى لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء لكنه سبحانه يطلع من يشاء من عباده كالملائكة والأمبياء والمرسلين على ما شاء من غيبه لقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ومن ذلك ما أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي ومنه القرآن وكذلك شأن الله مع أنبيائه ورسوله السابقين غير أن عيمهم ذلك ليس لهم من أنفسهم بل بإعلام الله إياهم ثم إن هذه النصص لا تدل على أن الله تعالى علمهم كل غيب وإنما تدل على أنه علمهم ما شاء منه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لماذا اختلف الآئمة الأربعة في بعض الأمور الشرعية وأهل الرسول يعرف بأن هؤلاء سيأتون بعده جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أو لا يعرف أن الآئمة الأربعة رحمهم الله سيأتون بعده لأنه لا يعلم الغيب وإنما يعلم ما علمه الله أما أسباب اختلاف العلماء فكثيرة منها أن كل واحد منهم لا يحيط بالعلم كله فقد يخفى عليه ما علم غيره وقد يفهم من النصوص ما لا يفهمه غيره عندما يختفي عليه الدليل الواضح وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام فراجع تجد المطلوب واضحا إن شاء الله وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم زيارة المرابطين الذين يزعمون علم الغيب ما حكم الشرع فيهم ومن سكت عنهم ومن زارهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد علم الغيب من اختصاص الله جل وعلا ومن ادعى علم الغيب من الناس فقد ادعى لنفسه ما هو من اختصاص الله جل وعلا وجعل نفسه شريكا له في ذلك وقد يظهر الله ما شاء من الغيب لمن ارتضاه من رسله قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فقد دلت هذه الآيات على أنه جل وعلا منفرد بالغيب دون خلقه ثم استفنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على ثبوتهم وليس المندم ومن ضاها مما يضيب الحصى وينظر في الكتب ويسجر الطير ويدعي علم الغيب ممن يطباه من الرسل فيطلعه على ما يشاء من غيبه بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدثه وتخمينه وكذبه وبهذا يعلم أن زيارتهم محرمة وأنهم كفار ولا يجوز السكوت عنهم ولا عن منزارهم بل الواجب بيان الحق للكل أداء للأمانة وبراءة للذمة ونصحا للأمة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لدينا امرأة تسمى بالغائبة فإذا كان سبب تسميتها بهذا الاسم ادعاؤها علم الغيب فما الحكم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ادعاء علم الغيب كفر قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وينبغي أن تغير اسمها باسما طيب كفاطمة وعائشة ونحو ذلك حتى يزول عنها تلقيبها بأنها تعلم الغيب وعليها مع ذلك التوبة إلى الله توبة النسوحة من دعواها علم الغيب أو تعاطيها ما حرم الله عليها من الكهانة والتنجين وغير ذلك مما ينتحله من يدعون علم الغيب فإن لم تتب واجب رفعها إلى ولي الأمر بالبلد الذي هي فيه لمعاقبتها بما تستحق وتحذير الناس من عملها وتصديقها سؤال سمعنا بعض علمائنا يقول إن في الحديث خبرا يقول بعد أربعة عشر قرنا وشيء يكون قيام الساعة فهل هذا الخبر صحيح؟ علما بأنه مضت أربعة عشر قرنا وما هو الشيء؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يعلم تحديد وقت خبر قيام الساعة إلا الله سبحانه وليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل على صحة ما ذكره من نسبته إليه ما ذكر في السؤال وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فهل الولي من أمة الرسول تابع له في علم الغيب؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن الله سبحانه حكم بأن علم الأمور الغيبية خاص به فقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولم يستفن من ذلك إلا من ارتضى من رسله فيظهره على ما يشاء من الغيب قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فمن ادعى من أمم الأنبياء والمرسلين أنه يعلم الغيب فهو كاذب ومن زعم أن أحدا من الأولياء والصالحين أتباء الرسل عقيدة وعمل يعلم الغيب فهو مخطئ كاذب لمخالفته ما نزل من آيات القرآن وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الدالة على اختصاص الله تعالى بإلم المغيبات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كل من عليها فان سؤال أؤكد لكم أن التلاميذ يلقون علي أسئلة محرجة ولا أجد جوابا مقنعة فمن ذلك سؤال يقول هل الجن يموتون كالإنس ويدفنون وهل يشمله قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين والسبين إلى آخره جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الجن يموتون كالإنس لعموم قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وأما تقدير أعمارهم فالظاهر أنه يعمهم الحديث المذكور لأنهم من ذمة الأمة في عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لعموم قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنستوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويدركم من عذاب أليم ومن لا يدر داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وكذلك قول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا إلى آخر السورة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أفتونا عن الملائكة الموكلين بالإنسان لإحصاء أعماله في مدة الحياة وهم رقيب وعتيد عندما يموت الإنسان هل يموت الملكان الموكلان به أو أين يكون مصيرهما بعد وفاة الإنسان جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أحوال الملائكة وشؤونهم من الغيبيات ولا تعرف إلا من قبل السنع ولم يرد نص في موت كتبة الحسنات والسيئات عند موت من تولوا كتابة حسناته وسيئاته ولا نص ببقاء حياتهم ولا عن مصيرهم وذلك إلى الله وليس ما سئل عنه مما كلفنا باعتقاده ولا يتعلق به عمل فالسؤال عن ذلك دخول فيما لا يعني لذا منصح السائل أن لا يدخل فيما لا يعني ويبذل جهده في السؤال عما يعود عليه وعلى المسلمين بالنفع في دينهم ودنياهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم رؤية الله في الدنيا سؤال لماذا أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات السبى إلى السدرة وإلى آخر ذلك كما ورد في تفسير الصاوي على الجلالين يقول المراد هل نظر رسول صلى الله عليه وسلم في معراجه هذا إلى المولى عز وجل بعينه أم لا جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد عقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من النصص الشرعية أن محمد صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به لم يرى ربه بعينيه وقد أسري به وعرج به لأن الله أراد ذلك لقول نبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أرأيت نور وفي رواية أخرى نور أنا أراه أخرجهما مسلم في صحيحه ولقوله صلى الله عليه وسلم وعلموا أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت خرجه مسلم أيضا سؤال هل تصح رؤية الله في الدنيا جهرة جواب هذه المسألة من المسائل المبنية على التوقيف فلا يصح أن تثبت لأحد إلا بدليل يصح الاستناد إليه وقد دل القرآن على أن موسى لم يرى ربه فإنه لما طلب الرؤية أجابه بقوله تعالى لم ترني ودلت السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره بعينيه ففي صحيح مسلم عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تأجليني ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها ويرهاتين المرتين رأيتهم منهبطا من السماء سادا أعظم خلقه ما بين السماء والأرض فقالت أولم تسمع أن الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أولم تسمع أن الله عز وجل يقول ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله إلى قوله علي حكيم الحديث وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال رأيت نورا وفي لفظ قال نور أن أراه وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت قال شيخ الإسلام بن تلمية قد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا ولم يتنازع إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة مع أن جماهير الأمة اتفقوا على أنه لم يرى بعينه في الدنيا وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وآئمة المسلمين ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا إن محمد رأى ربه بعينه بل الثابت عنهما إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رأاه بعينه وقوله أتاني ربي في أحسن صورة الحديث الذي رأى تلمذي وغيره لما كان بالمدينة في المنام هكذا جاء مفسرا وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس وغيرهما مما فيه رؤية ربه إنما كان بالمدينة كما جاء مفسرا في الأحاديث والمعراج كان بمكة كما قال سبحانه وتعالى سبحانا الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقد ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له لم تراني وأن رؤية الله أعظم من إنزال كتاب من السماء كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرة فمن قال إن أحدا من الناس يراه فقد زعم أنه أعظم من موسى بن عمران ودعوه أعظم من دعوة من ادعى أن الله أنزل عليه كتابا من السماء فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط ومشاهدة القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية هامش الفتاوى الجزء الثاني الصفحة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة وهذه من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله انتهى وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل رأى محمد ربه تبارك وتعالى ليلة الإسراء جواب لم يرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا بعين رأسه على الصحيح من قوله العلماء في ذلك وإنما رأى جبريل عليه السلام على صورته معترضة للأفق وهكذا هو المراد بقوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفت مارنه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الوسوسة وعلاجها وخواطر النفس سؤال أنا شاب مسلم في بدء الالتزام وتعرض لي تابعات من الشيطان كثيرة كلما استطعت أن أتغلب على واحدة أتى لي بأخرى بعدما كنت قد وصلت مرحلة طيبة من الالتزام وكنت أرى بحمد الله ومنه أني أحسن قليلا من الذين هم حولي بدأت أرى الناس الذين كنت أراهم أقل مني التزاما أراهم الآن أحسن مني وأسبق مني إلى طاعة الله وعنظر إلى نفسي فأجد نفسي في الحذار شديد بعيدا عن الالتزام الذي كنت فيه وإني أقام من نفسي والشيطان بكل طريقة ولا أدل من يشعر بما يمزق صدري وقلبي من الداخل أو من أفضي إليه بما يدور في نفسي من أبع طيل يضعها الشيطان في صدري وإن هذا الوسواس لا يتركني لحظة واحدة في كل حركة وفي كل سكنة في المسجد وفي الشارع وفي المنزل وفي المدرسة فهل من أحد يقف بجانبي أمام هذا الشيطان فهل من أحد يسخره الله لمساعدتي جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أنصحك بترك الوسواس والإعراض عنه والإكثار من تلاوة القرآن والأعمال الصالحة واللجوء إلى الله والتضرع إليه ودعائه سبحانه أن يدفع عنك كيد الشيطان ويثبتك على الحق ويسدد خطاك فإنه سبحانه بيده نواصل إباد جنهم وإنسهم يصرفها كيف يشاء وإياك والإعجاب بعبادتك والاغترار بحسن سلوكك وكثرة أعمالك الصالحات ولا تنظر في العبادة وشؤون الآخرة إلى من هو دونك فإن ذلك مدرجة للغرور وقلة الأعمال الصالحات والتباطئ عنها ولعب الشيطان على المسلم وتثبيت همتي على الخير في ذلك وانظر إلى من هو فوقك في الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بذلك والحرص عليها فإنها أدعى إلى الازدياد من الأعمال الصالحات والمصارعة إلى مغفرة الله ورحمته والنهوض إلى الدرجات العلا والنائم المقيم عسى الله أن يثبتك على الحق ويهديك سواء السبيل ويزيل عنك الوساوس وننصحك أيضا بقراءة كتاب تلبيس إبليس تأليف أبي الفرج بن الجوزي فإنه غني بالكتبة في الموضوع ونرجو أن ينفعك الله بقراءته وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنني أصلي وأصوم وأقرأ القرآن وأحاول جاهدا أن أننفذ أو أمر القرآن والسنة ولكني يدخلني شعور أني ما أفعل إلا ليقال إنه رجل متدين وهذا الشعور قد يجعلني أترك أمورا خوفا منه فكيف أتخلص منه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد عليك بأداء شعائر الإسلام امتثالا لأمر الله وطلبا لمثوبته ولا تلتفت إلى ما ينتابك من الوسوسة بأن عملك هذا رياء وحارب ذلك ما استطعت وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا شاب في السن التاسعة عشرة ولله الحمد وأدي صلواتي كلها في المسجد جماعة وحتى صلاة الفجر وبعض الأحيان أؤذن في المسجد وأحفظ حوالي ستة أجزاء من القرآن ولكن هناك شيء يضايقني هو أنني عندما أخلو بنفسي أي أجلس في الغرفة الوحدي أو عندما أنام أتخيل أو أتصور ولا أعيد بالله أنني سافرت إلى لندن وأنني ارتكبت الزنا وصحبت بنات السوء فهل علي إثم في ذلك بالرغم من أنه لا يؤثر علي فأعمل العادة السرية إلا نادرة فإنني أخاف أن ينطبق علي الحديث الذي فيما معناه أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر زابه الله بعدا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا الوسوسة وأحاديث القلب فيما ذكر لا يؤخذ بها المسلم لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع الجواب على السؤال في من يتخيل معصية الله سبحانه وأحكم الاستمناء جواب الوسوسة وأحاديث القلب فيما ذكر لا يؤخذ بها المسلم لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به ثانيا الاستمناء باليد المسمى العادة السرية حرام ثالثا الحديث الذي ذكرت ضعيف لكن معناه مشهور عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ونرجو أن لا تشغلك الوسوس ما دمت مبتعدا عن المعاصي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كيف أتخلص من وسواس الشيطان في الصلاة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا تتبعه فيما يوسوس به لك في صلاتك بل أعرض عنه وأشغل نفسك بتدبري ما تقرأ من القرآن والتفكر في عظمة الله وجلاله في التكبير والتسبيق والتحميد في قيامك وركوعك وسجودك وجلوسك للتشهد وسائر الأقوال والأفعال المشروعة في صلاتك ولتستعذ بالله منه ثلاث مرات ولتنفث مع ذلك عن يسارك سؤال إذا عملت عمل خير أجد وسواسا بحب السمعة وحب مدح الناس ولكنني لا ألبث أن أذكر الله بسرعة وأستعذ بالله من هذا الوسواس ومن الرياء والسمعة فيزول هذا الوسواس بإذن الله فهل يحاسبني الله على هذا الوسواس الذي هو خارج إرادتي وهل هذا ناتج عن ضعف الإيمان عندي فماذا يجب علي جواب إذا كان الواقع ما ذكرت من الوسوسة وصدك عنها بسرعة واستعاذتك بالله من شرها وشر الشيطان فنرجو أن يشمالك الله بعفوه ورحمته وأن يرزقنا وإياك الإخلاص في القول ويحفظنا من كيد الشيطان ونزغاته وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو من حضرتكم قراءة رسالتي هذه كاملة للتعرف على استفساراتي متى يرتد الشخص والعياذ بالله قد يبدو سؤالي غريبا ولكنه محيرني أشد الحيرة في بعض الأحيان قد تنتابني الوسوس في بعض تصرفاتي وأفعالي مصورة هذه الأفعال على أنها أفعال تدل على الردة والعياذ بالله أحب أن أعلمكم بأن قلبي والحمد لله مطمئن تماما بالإيمان إنما تساورني الشكوك كما ذكرت في كل عمل أقوم به أو قبل أن أقوم به على سبيل المثال إذا تحدثت لشخص أو عدة أشخاص تداخلني الشكوك قبل أن أنطق الكلمة بأن هذه الكلمة قد تدل على الكفر ولا ياذ بالله فأتردد في كلامي وأتلعثم وأحيانا لا أجد فرصة في مراجعة نفسي في أن أقولها أو لا أقولها ونظرا للإحراج واستمراري في كلامي تخرج الكلمة مني قهراء دون أن أقصد بها الكفر والعياذ بالله فتداخلني الوساوس هل أكون وقتها كمن ارتد أعوذ بالله من ذلك ومما يزيد وساوسي أني قد شعرت بالكلمة قبل أن أقولها فهل أكون كمن أجبر على الكفر حيث إن عيون الأشخاص الذين أتحدث معهم معلقة بي منتظرة مني معصرة الحديث ثم أجد أن هذه حجة واهية فتزداد شكوكي ورغم هذا أشعر بأنني لن أترك هذا الدين أبدا مهما عذبت فكيف بي في تلك اللحظات أثناء الحديث إنه شعور غريب ينتبني ويقض مطجعي وإذا حاولت أن أتغاضى عن ذلك لا أستطيع حيث تداخلني الشكوك مرة أخرى هل يجب علي الآن أن أغتسل كمن أراد الدخول في الإسلام فلا تصح صلاتي إلا بذلك وهل تلغى كل أعمالي الصالحة السابقة كمن ارتد والعياذ بالله فيجب علي مثلا أن أعيد أداء فريضة الحج ومما يحدث لي أيضا في حالات الضيق أو الغضب أن أجد نفسي تندفع برغبة نحو أفكار معينة لا أستطيع ذكرها ثم لا ألبث أن أتمالك أعصابي وأحاول التخلص من هذه الأفكار فهل يعتبر ذلك كفرا والعياذ بالله ومما أريد أن أقوله إني قرأت حديثا شريفا بما معناه أنه إذا كفر مسلم أخاه قد داء به أحدهما فهل معنى هذا أن المسلم لو كفر شخصا آخر فقد كفر أي أصبح حكمه كحكم المرتد تماما فكيف إذا شعرت بأن ذلك الشخص مثلا كافر ولم أصرح بذلك وأريد أن أسأل أيضا هل يعتبر الاعتقاد في بعض الخرافات كرقم نحس 13 أو التشاؤم من رمي الأظافر على الأرض وغيرها من هذه الخرافات هل تعتبر كفرا علما بأن المعتقد بها مسلم تماما ومؤمن بكل ما جاء في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإذا تاب الشخص ولم يعتقد بها هل يكون كمن دخل الإسلام أن يجب عليه الاغتسال ونحوه ثم أريد أن أسأل هل تعتبر وساوسي وشكوكي في نفسي هذه مهما بلغت ذنبا أآخذ عليه أم لا علما بأنني أقضي أحيانا ساعات في التفكير فيها محاولا التخلص منها ولن أطيل رسالتي أكثر من هذا وأضع هذا السؤال إجمالا لكل ما سبق وهو متى يرتد الشخص لا أريد أن أسأل كيف يعرف المرتد وإنما كيف يعرف الإنسان نفسه إذا ارتد ولا يهذ بالله كما أريد أن أسأل هل يجب على المرتد إن أراد العودة إلى الإسلام أن يغتسل مثله مثل الكافر إذا أسلم حتى ولو لم يجنب في فترة ارتداده وسؤال آخر الحج فريضة تؤدى مرة واحدة في العمر باسنثناء حالة الرجة والعياذ بالله هل توجد حالات أخرى يصبح فيها على المسلم فرضا أي حج مرة ثانية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا للإسلام نواقض كثيرة بينها العلماء في باب حكم المرتد ومن ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه لا يحبط ما سبق أن عمله أيام إسلامه من الأعمال الصالحات لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فاشترط سبحانه في إحباط الأعمال موت صاحبها على الكفر ثانيا الخواطر النفسية والوساوس الشيطانية لا يؤاخذ بها المسلم ولا يرتد بها عن الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها متفق على صحته ثالثا ادفع عنك الوساوس والخواطر الخبيثة واستعذ بالله منها وأكثر من ذكر الله وتلاوات القرآن ومخالطة الأخيار وعالج نفسك عند دكتور الأمراض النفسية والعصبية واتق الله ما استطعت والجأ إليه في كل ما أصابك ليكشف عنك الغمة ويزيل ما بك من الكرب قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا نسأل الله لك الشفاء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا كان المسلم مصابا بكثرة النسيان فما الدعاء الذي يقوله إذا أصيب بالوسوسة وكثرة الهواجيس وضيق الصدر هل هناك دعاء ورد عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله من أصيب بهذه الأشياء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يذكر الله تعالى كثيرا أو يستعيذ به من الشيطان لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي وفي رواية لمسلم فليقول آمنت بالله وروا مسلم عن عثمان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال تعرفت على أصدقاء وكانوا نصارى فدعوتهم إلى الإسلام فوافقوا ولكن على شرط أن أجيب على سؤال منهم هو أنهم يعترفون أن الله سبحانه هو خالق السماوات والأرض وما بينهما وهو خالق كل شيء ولكنهم يسألون مما تكون الله وكيف تكون ومن خلقه وعندما سألوني هذه الأسئلة أحرجت جدا وخرجت ولم أعد إليهم ثانية أرجو إفتائي في هذا الأمر وما هو الجواب الذي يليق بمقام الله سبحانه وتعالى والذي أستطيع أن أقوله لهم وبدون إحراج وجزاكم الله خير جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض إن هذه الأسئلة من إلقاء الشيطان ووسوسته يوحي بها إلى أتباعه من شياطين الإنس وغيرهم ليضلهم عن الصراط المستقيم والله تبارك وتعالى هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو واحد لا مثل له ولا شبيه ولا والد ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد وثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله فقال أبو هريرة وهو آخذ بيد رجل صدق الله ورسوله قد سألني اثنان وهذا الثالث وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله قال فبينما أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله قال فأخذ حصى بكفه فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي وفي الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فأقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك ليستعذ بالله ولينتهي وفي رواية أخرى قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله وأخرج أبو داود الرواية الأخيرة وله أيضا نحوه وقال فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إنني أعيش في هذه الفترة وأنا لا أعرف كيف أصنع فإن إخلاص النية لله أمر ليس بالسهل والهيين فإن إخلاص النية لله من الفروض الواجبة ولذلك كان أحد الصحابة يقول إن الإخلاص عزيز ولذلك فإنه كيف يصنع الإنسان حتى يكون مخلصا لله ماذا يصنع الإنسان حتى تكون دراسة العلم والحصول على أعلى الدرجات والمراكز يكون ذلك من أجل الله ماذا يصنع الإنسان حتى يقف في صلاته مستشارا عظمة الله سبحانه وتعالى إنني آتي إلى صلاتي وأخرج منها ولا شيء وكأنني لم أكن واقفا بين يدي جبار السماوات والأرض حتى إنني أخشى أن يكون غضبي عندما أرى منكرا حمية فقط وليس خالصا لله وإنني هنا ليس معنى كلامي أنني أسأل ذلك الأمر سمعة أو رياء فليس معنى أن العمل به رياء أو سمعة أنه خالص لوجه الله فيمكن أن يكون فعله ليس من أجل شيء ولكني أصنعه فقط لأنني أريد أن أفعل ذلك الأمر أن أصوم مثلا أو أقوم بالليل أرجو من فضيلتكم أن توضح لي الأمر بعد أن تحدثت في هذا الأمر مع أخ وقال لي إن العمل يمكن أن يفعله الإنسان وهذا الأمر بعيد عن الرياء والسمعة ولا يكون خالصا لوجه الله أن يصلي بالليل لماذا؟ لأنه يريد أن يفعل ذلك فقط أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك الأمر لي جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد اجتهد في إسلام وجهك لله وأخلص قلبك له وأقصد بعملك أن تنال الرضاة وأن يثيبك عليه وارجو الله والدار الآخرة ودع عنك الوسوسة وادفع كيد الشيطان فإنه يريد أن يقلق راحتك ويملأك بالشكوك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال دائما أجد نفسي في شك وسواس مستمر في صلاتي في صيامي شعور يلازمني باستمرار وأحيانا أتطرق الشك إلى عدم وجود الله وتفاهة الصلاة وغيرها فهل الوسواس مرض عضوي أم نفسي أم تطبع وهل يذنب في ذلك وما موقفي من الله يوم القيامة وهل أجد في الإسلام علاجا للشك والوسواس جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض هذه الشكوك والوساوس التي تنتابك من الشيطان فعليك الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها والاستعاذة بالله من الشيطان والإكثار من قول آمنت بالله ورسله والاستعاذة بالله من الشيطان كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك من وقع في مثل هذه الوساوس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الفرقة الناجية سؤال ما حكم الإسلام في الأحزاب وهل تجوز الأحزاب بالإسلام مثل حزب التحرير وحزب الإخوان المسلمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا وأحزابا يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقابا بعضا فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه وذم من أحدثه أو تابع أهله وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم وقد تبرأ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم الآيات وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض والآيات والأحاديث في ذنب التفرق في الدين كثيرة أما إن كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال الحياة ومرافقها الدينية والدنيوية ليقوم كل بواجبه في جانب من جوانب الدين والدنيا فهذا مشروع بل واجب على ولي الأمر أن يوزع رأيته على واجبات الدين والدنيا على اختلاف أنواعها فيجعل جماعة لخدمة علم الحديث من جهة نقله وتدوينه وتمييز صحيحه من سقيمه إلى آخره وجماعة الأخرى لخدمة فقه متونه تدوينا وتعلما وثالثة لخدمة اللغة العربية قواعدها ومفرداتها وبيان أساليبها والكشف عن أسرارها وإعداد جماعة الرابعة للجهاد والدفاع عن بلاد الإسلام وفتح الفتوح وتذليل العقبات لنشر الإسلام وأخرى للإنتاج صناعة وزراعة وتجارة إلى آخره فهذا من ضرورات الحياة التي لا تقوم للأمة قائمة إلا بها ولا يحفظ الإسلام ولا ينتشر إلا عن طريقه هذا مع اعتصام الجميع بكتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون وسلف الأمة ووحدة الهدف وتعاون جميع الطوائف الإسلامية على نصرة الإسلام والذود عن حياضه وتحقيق وسائل الحياة السعيدة وسير الجميع في ظل الإسلام وتحت لوائه على صراط الله المستقيم وتجنبهم السبل المضلة والفرق الهالكة قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون سؤال أيهما أفضل العمل للإسلام من خلال السياسة أم العمل للإسلام من خلال دعوة الناس إلى العودة إلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم جواب الواجب العمل للإسلام بدعوة الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على المنهاج الذي أرشد الله إليه وأمر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الدعوة إلى الله بقوله وكتبه وعمله فقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن وقال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم وأتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وفي حديث سهل سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه حينما أعطاه الراية يوم غزوة خيبر أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم رواه البخاري ومسلم وكتب عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الأمم يدعوهم إلى الإسلام ويأمرهم بعبادة الله وحده وذكر في كتبه إلى أهل الكتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ووعدهم الأجر مضاعفا إن استجابوا وأنذرهم عقوبة إثمهم وإثم أممهم إنهم أعرضوا ودعا إلى الإسلام بعمله فكان مثال الكمال في توحيد الله وعبادته وفي أعلى درجات مكارم الأخلاق في سيرته ومعاملاته للناس لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها إنما يغضب إذا انتهكت محارم الله وكان كما وصفه الله في كتابه الكريم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم إلى غير ذلك من بيانه عليه الصلاة والسلام لمنهاج الدعوة بقوله وكتابته وعمله فهذه سياسة الدعوة المحمدية الرشيدة الحكيمة الرحيمة رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيز المستمع إلى هنا ولم يجب أصحاب الفضيلة كبار العلماء عن السؤال عن حزب التحرير وجمعية الإخوان المسلمين فالله أعلم نستأنف الجواب فعلى دعاة الجماعات الإسلامية أن يسلك سبيلها سبيل الحكمة والمعوضة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وينزلوا كل من يدعونهم منزلته ويخاطبوا كلا بما يفهم عسى الله أن ينصر بهم دينه ويوجه سهامهم إلى نحور أعدائهم لا إلى إخوانهم فإنه مجيب الدعاء سؤال هل يجوز وقوف دقيقة مثلا مع الصمت تحية للشهداء حيث إنه عندما تبدأ حفلة معينة يقف الناس دقيقة مع الصمت حدادا أو تشريفا لأرواح الشهداء جواب ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو لوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم وحدادا عليهم من المنكرات والبدع المحدثة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ولا السلف الصالح ولا تتفق مع آداب التوحيد وإخلاص التعظيم لله بل اتبع فيها بعض جهلات المسلمين بدينهم من اتدعها من الكفار وغلوهم في عاداتهم القبيحة وغلوهم في رؤسائهم ووجهائهم أحياء وأمواتا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم والذي عرف في الإسلام من حقوق أهله الدعاء لأموات المسلمين والصدقة عنهم وذكر محاسنهم والكف عن مساويهم إلى كثير من الآداب التي بيّنها الإسلام وحث المسلم على مراعاتها مع إخوانه أحياء وأمواته وليس منها الوقوف حدادا مع الصمت تحية للشهداء أو لوجهاء بل هذا مما تأباه أصول الإسلام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال من هو الموفق أمام الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبع الموفق هو من تمسك بدين الإسلام فأخذ به اعتقادا وقولا وعمله مستنيرا بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قرأت كثيرا من السبل لتغيير هذه الأوضاع والحق أقول إن لكل منهم دليلا وحجة ولكن لعلمي المحدود لا أستطيع أن أميز أفضل الطرق مناسبة لعصبنا الذي بعدنا فيه كل البعد عن الدين فلا نعرف منه إلا طقوسا وحفلات لا ترضي الله والرسول جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض لا طريق يوصل إلى الجنة يا أخي إلا الطريق الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده وسلك هذا الطريق نجى ومن حاد عنه هلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل كون الإنسان أو المؤمن يقول أنا وطني حرام؟ هل كون الإنسان يتكلم عن السياسة الخارجية أو الداخلية حرام؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض المفخرة العظمى والكرامة والدرجة العليا في الانتساب إلى الإسلام وفي نصرته والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله فليقول المسلم أنا مسلم فهذا أعظم لشأنه وأعلى لدرجته وبالإسلام والأخوة فيه يجمع الله شمل المسلمين والنعرة الوطنية معور هدم وتفريق لجماعة المسلمين إذا كان المقصود منها الفخر على إخوانه المسلمين غير المواطنين أما إن كان المقصود من ذلك التعريف بأنه يحمل الجنسية الوطنية وليس من دولة أخرى فلا حرج في ذلك وقد كتب سماحة الرئيس العام الشيخ عبد العزيز بن باز رسالة في القومية ثم الكلام في السياسة الداخلية والخارجية للأمة ليس حراما ما دام يحقق المصلحة للإسلام والمسلمين ولا يثير فتنا تعود عليهم بالفرقة والفشل والخيبة والانهيار وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الواحد والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد الثاني العقيدة وله بقية على الشريط الثاني والعشرين إن شاء الله الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال ما موقف الشباب من الإسلام وبماذا تنصح الشباب في فترة الحرجة من حياتهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجب على المسلم أن يعتصم بحبل الله وأن يتمسك بكتابه تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يدعو إلى سبيل الله وأن لا يتعصب لما رأاه إذا ظهر الصواب في غيره بل يتبع الحق حيث ما كان فإن الحق أحق أن يتبع وبالدملة فليتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة له في عمله وحصن خلقه وسمعته وفي دعوته لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما الفرق بين الشريعة والطريقة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الشريعة هي ما أنزل الله به كتبة وأرسل به رسله إلى الناس ليقوموا به على وجه التعبد به لله وابتغاء القربة إليه به وفق ما أمرتهم به رسلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والطريقة المعتبرة السائرة وفق هذا أي وفق منهاج الله الذي أنزله على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وعفق قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي فهي داخلة في الشرعة أما الطريقة المخالفة لهذا كالطرق الصوفية بأنواعها كالتيجانية والنقشبندية والقادرية وغيرها فهي طرق مبتدعة لا يجوز إقرارها ولا السير فيها إلى الله سبحانه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قد اطلعت على حديث شريف أورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة والسائل هنا يريد بيان هذه المسألة التي قال فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه آن في الذكر فهذه المسألة من أجل المسائل فمن فهمها فهو الفقه ومن عمل بها فهو المسلم فنسأل الله الكريم المنان أن يتفضل علينا بفهمها والعمل بها كما يود إجابته على الأسئلة التالية التي تدور حول الحديث المذكور وهي واحد ما هي الفرقة الناجية المشار إليها في الحديث ومن هي اثنان وهل تدخل الفرق الأخرى غير أهل الحديث كالشيعة والشافعية والحنفية والتيجانية وغيرها في الاثنين والسبعين فرقة التي نصى الرسول الكريم على أنها في النار ثلاثة وإذا كانت هذه الفرق في النار إلا واحدة فكيف تسمحون لهم بزيارة بيت الله الحرام هل كان الإمام الكبير على خطأ أم قد حدتم عن الحاد الجادة المستقيمة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا ما ذكروا الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مختصر السيرة طرف من حديث صحيح مشهور رواه أصحاب السنن والمسانيد كأبي داوود والنسائي والترمذي وغيرهم بألفاظ عدة منهم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وفي رواية على 73 ملة وفي رواية قالوا يا رسول الله من الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي رواية قال هي الجماعة يد الله على الجماعة ثانيا الفرقة الناجية قد دينها رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد في بعض روايات الحديث المتقدم بصفتها ومميزاتها في جوابه على سؤال أصحابه من الفرقة الناجية حيث قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي رواية أخرى قال هي الجماعة يد الله على الجماعة فأصفها بأنها هي التي تسير في عقيدتها وقولها وعملها وأخلاقها على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فتنهج نهج الكتاب والسنة في كل ما تأتي وما تذر وتلزم طريق جماعة المسلمين وهم الصحابة رضي الله عنهم حيث لم يكن لهم متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكل من اتبع الكتاب والسنة قولية أو عملية وما أجمعت عليه الأمة ولم تستهوه الظنون الكاذبة ولا الأهواء المضلة والتأويلات الباطلة التي تأباها اللغة العربية التي هي لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها نزل القرآن الكريم وتردها أصول الشريعة الإسلامية كل من كان كذلك فهو من الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة ثالثا أما من اتخذ إلهه هو هوى وعارض الكتاب والسنة الصحيحة برأيه أو رأي إمامه وقول متبوعه حمية له وعصبية أو تأور نصوص الكتاب والسنة بما تأباه اللغة العربية وترده أصول الشريعة الإسلامية فشذ بذلك عن الجماعة فهو من الفرق الثمتين والسبعين التي ذكر رسول المعصون محمد صلى الله عليه وسلم بأنها جميعها في النهار وإذن فأمارة هذه الفرق التي بها تعرف مفارقة الكتاب والسنة والإجماع بلا تأويل يتفق مع لغة القرآن وأصول الشريعة ويعذر به صاحبه فيما أخطأ فيه رابعا المسألة التي ذكرها إمام الدعوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذكر أنها من أجل المسائل وأن من فهمها فقد فهم الدين ومن عمل بها فهو المسلم هي ما تقدم بيانه في الفقرة الثانية من الإجابة من تميز الفرقة الناجية بما ميزها به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الفرق الأخرى على خلافها فمن ميز بين الفرقة الناجية والفرقة الهالكة بما بيز به النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الفرق بين الفرق الناجية والهالكة على وفق بيانه فقد فهم الدين وميز بين من يجب أن يلزم جماعتهم ومن يجتنبهم ويفر منهم فرارهم من الأسد ومن أخذ نفسه بالعمل بهذا الفهم الصحيح فلجم جماعة الهدى والحق وإمامهم فهو المسلم لأنه ينطبق عليه وصف الفرقة الناجية علما وعقيدة وقولا وعملا ولا شك أن هذا من أجل المسائل وأعظمها نفع وأعملها فائدة فرحم الله الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل البصيرة النافذة والفهم الدقيق لنصوص الدين ومقاصبه حيث نبه على ما يهم المسلمين في أمر دينهم بالإشارة أحيانا كما هنا وبالعبارة والبيان أحيانا أخرى كما في كثير من مؤلفاته خامسا لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الألقاب التي اشتهرت بها الطوائف المنتسبة لإسلام سمات تعرف بها الفرق الثمتان والسبعون ولا عنوان يتنايز به بعضها عن بعض وإنما جعل أمارتها مفارقة الكتاب والسنة وإجماع الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اتباع اللذن وما تهوى الأنفس وقولا على الله بغير علم وعصبية لمتبوعهم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعادون في ذلك ويوالون كما جعل شعارا للفرقة الناجية اتباع الكتاب والسنة ولزم جماعة المسلمين وإثار ذلك على مداركهم وظنونهم وأهوائهم فهواهم تبعوا لما جاءت به الشريعة الإسلامية يوالون في ذلك ويعادون فمن يتخذ ميزانا يزم به الطوائف سوى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف به فرقها ليميز الفرقة الناجية من الفرق الهالكة فقد تكلم بغير علم وحكم في الفرق بغير بصيرة فظلم بذلك نفسه وظلم الطوائف المنتسبة للإسلام وما رجع في تميز الفرقة الناجية من الفرق الهالكة إلى بيانه صلى الله عليه وسلم عدل في حكمه وعرف أن زماعات الأم درجات متفاوتة فمن من المؤخرس على اتباع الشريعة والاستسلام لها وأبعض الناس عن الابتباع في الدين والتحريف في نصوصه والزيادة فيه أو النقص منه فهؤلاء أسعاد الناس بأن يكونوا من الفرقة الناجية فعلماء الحديث وأئمة الفقه في الكتاب والسنة من من هو أهل الريج تيهاد يحرص على الشريعة ويسلم لها إلا أنه قد يتأول بعض نصوصها تأويلا يخطئ فيه فيعذر في خطأه لكونه في موارد الريج تيهاد ومن من ينكر بعض نصوص الشريعة إما لكونه الحديث عهد بالإسلام وإما لأنه نشأ في أطراف البلاد الإسلامية فلم يبلغ ما أنكره ومن من يرتكب معصيه أو يبتدع بدعه لا يخرج بها عن حضيرات الإسلام فهو مؤمن مطيع لله بما فيه من طاعه مسيء بما ارتكب من معصيه وابتدع من البدع فكان في مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم فهؤلاء وهؤلاء ليسوا بكفار بتأويلهم الخاطئ أو جحبهم ما جحدوا بل يعذرون ويدخلون في عداد الفرقة الناجية وإن كانوا دون الأولاء ومنهم من جحد معلوما من الدين بالضرورة بعدما تبين له واتبع هواه بغير هدى من الله أو تأول بعض نصوص الشريعة تأويلا بعيدا مخالفا في ذلك من سبقه من جماعة المسلمين ولما بين لهم الحق وأخيمت عليهم الحجة بالمناظرات وغيرها لم يرجعوا فهؤلاء كفار مرتدون عن الإسلام وإن زعموا أنهم مسلمون وإن اجتهدوا في الدعوة إليه على عقيدتهم وطريقتهم كجماعة القاديانية الأحمدية الذين أنكروا ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم وزعموا أن غلام أحمد القاديان نبي الله ورسوله أو أنه المسيح وإيسى بن مريم أو تقمصت روح محمد أو إيسى بدنه فكان بمنزلته في النبوة والرسالة سادسا لأهل السنة والجماعة أصول ثابتة بالأدلة يبنون عليها الفروع ويرجعون إليها في الاستجلال على المسائل الجزئية وفي تطبيق الأحكام على أنفسهم وعلى غيرهم ومنهم أن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وأنقص بالمعصية فكلما زاد المسلم في الطاعة زاد إيمانه وكلما فرط فيها أو ارتكب معصية بحيث لا ينتهي به ذلك إلى الكفر الصريح نقص إيمانه فالإيمان عندهم درجات والفرقة الناجية طبقات متفاوتة بعضها فوق بعض حسب الأدلة وما كسبوا من الأقوال والأعمال ومنها أنهم لا يكفرون أحدا معينة أو طائفة معينة من أهل التبلة ويتحرجون من ذلك منكار نبي صلى الله عليه وسلم على أسامة ابن زيد ابن حارثة قتله رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله ولم يقبل من أسامة اعتذاره عن قتله بأنه قالها متعوذ ليحرز بها نفسه بل قال له أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا يعني أقالها خالصا من قلبه أم لا إلا إذا أتى بما هو كفر مواضح كإنكاره لمعلوم من الدين بالضرورة أو مخالفة لإجماع قاطع وتأويله لنصوص صريحة لا تقبل التأويل ثم لم يرجع عن ذلك بعد البيان وقد لازم إمام الدعوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله طريقة أهل السنة والجماعة وصار على أصولهم فلم يكثر أحدا معينة ولا طائفة معينة من أهل القبلة بمعصية أو تأويل أو بدعة إلا إذا قام الدليل على الكفر بذلك وثبت البلاغ والبيان ولم تختلف الحكومة السعودية رعاها الله وأيادها بتوفيقه عن ذلك في معاملتها لرعيتها وحكمها فيهم ولا في موقفها من المسلمين في الدول وخاصة من يفض إلى بيت الله الحرام لأداء موسك الحج أو العمرة فهي تحسن الظلم بالمسلمين وتعتبرهم إخوانا لها في الدين وتتعاون معهم على ما يشد أزرهم ويحفظ حقهم ويرد إليهم ما سلب منهم وترحب بمن يفد إليها وتقوم بما يسهل عليهم أداء موسكهم أو مهمتهم خيرقيا بعطف وحبب يعرف ذلك من خبر أحوالهم ووقف على شؤونهم وما تبذله من جهود وأموال في سبيل الإصلاح العام للمسلمين وتوفير الراحة لحجاج بيت الله الحرام ولهذا تسمح لطوائف المسلمين المختلفة لزيارة بيت الله الحرام دون التنقيب عن ما خفي من عقائدهم على لمد الظهر دون التنقيب عن ما في البواطن والله يتولى الصرائر فإذا وضح لها كفر شخص أو طائفة معينة كالقاديانية مثلا وثبت ذلك لدى العلماء المحققين من الدول الإسلامية فلا يسعها إلا أن تمنع من ثبت كفره وردته من أداء الحج والعمر حماية لبيت الله الحرام أن يقربه من في قلبه رجس وعملا بقوله تعالى يا أيها الذين آموا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقوله تعالى وتنهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ومما تقدم يتبين وجه أهمية المسألة العظيمة التي أشار إليها إمام الدعوة في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجاء طلب بيانه في السؤال كما يتضح أنه رحمه الله سار على النهج السليم حيث لازم أصول أهل السنة والجماعة وأن الحكومة السعودية في معاملتها للمسلمين في العالم لم تحد عن الجادة بل التزمت أصول أهل السنة والجماعة أيضا كما لزمها إمام الدعوة فأخذت المسلمين بظواهرهم ولم تنقب عن قلوبهم فتسامحت مع من خفي أمره وقصت على من كشف عن جريمته وأصر على ردته بعد المناظرات المتتالية والبيان المتتابع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو التعريف الاستلاحي لأهل السنة والجماعة؟ هل العلماء من مدرسة بريلو بالهند يعتبرون من أهل السنة والجماعة؟ ولماذا؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هم من كانوا على مثل ما كان عليه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه ردوان الله عليهم أجمعين فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال من مراد بقول نبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة؟ حيث يقول في حديث كلهم في النار إلا واحدة ومن واحدة؟ وهل الاثنتين والسبعون فرقة كلهم خالدون في النار على حكم المشرك أم لا؟ إذا قيل أمة النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه الأمة قال لأتباعه وغير الأتباع؟ أو يقال لأتباعه فقط؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الإجابة وأنها تنقسم 73 ثمتاني وسبعون منها منحرفة مبتدعة بدعا لا تخرج بها من ملة الإسلام فتعذب ببدعتها وانحرافها إلا من عفى الله عنه وغفر له ومآلها الجنة والفرقة الوحيدة المادية هي أهل السنة والجماعة الذين استنوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزموا ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة قائمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله أما من أخرجته بدعته عن الإسلام فإنه من أمة الدعوة لا الإجابة فيخلد في المعرق وهذا هو الراجح وقيل المرد بالأمة في هذا الحديث أمة الدعوة وهي عامة تشمل كل من بويت عليه النبي صلى الله عليه وسلم من آمن منهم ومن كفر والمرد بالواحدة أمة الإجابة وهي خاصة بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا ومات على ذلك وهذه الفرقة الناجية من أما أما بلا سابقة عذاب وأما بعد سابقة عذاب ومآلها الجنة فهذا إلى الله وأما الاثنتان والسبعون فرقة فهي ما عدى الفرقة الناجية وكلها كافرة مخلدة في النار وبهذا يتبين أن أمة الدعوة أعم من أمة الإجابة فكل من كان من أمة الإجابة فهو من أمة الدعوة وليس كل من كان من أمة الدعوة من أمة الإجابة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة وهل هذه الفرقة كلها يدخلون الجنة ولا يخلد منهم أحد في النار أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثمتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فذل هذا الحديث على بيان الفرقة الناجية وأنها هي المتمسكة بالشريعة قولا وعملا واعتقادا ومن مات على هذا فهو من أهل الجنة قطعا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما قولكم في صفات الفرقة الناجية ما هم وما طريقتهم وما بلدهم إن كان ذكر ذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكر في كلام العلماء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الفرقة الناجية هي التي على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فصرها بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وطريقتهم اتباع الكتاب والسنة وما ضم إليهم مما يستنج إليهما ولا يحصرون في بلد سؤال كيف نفسر بوزوغ وظهور هذه الطوائف الدينية إذا علمنا أن لكل طائفة طبيقة في الدعوة وتريد أن تحتل الصدارة وهل تدخل كلها أو بعضها في قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي إلى ثلاثين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة إلى آخره وكيف نوفق بين هذه الطوائف الإخوان المسلمين السلفية الخلفية التكفير والهجرة التبليغ الصوفية إلى آخره جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ومع دين الله واحد والطريق إليه واحد فمن كان على دين الإسلام وعلى مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المصيب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أعرفت هذا الحديث منذ زمن طويل أعمل به غاية بلا نهاية والحديث ستفترق أمتي هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي ما كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي وما كذا عرفت هذا الحديث ولكن كنت أستذكر بعض الكتاب ورأيت هذا الحديث مع زيادة وهي في رواية كلهم في الجنة إلا واحدة والله العظيم أن هذه الرواية قد أشكلت عليها جدا هل كلهم في النار إلا واحدة هي الحقيقة أم كلهم في الجنة إلا واحدة جواب الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الثالث في الحديث في جميع الروايات كلها في النار إلا واحدة أما رواية كلهم في الجنة إلا واحدة فلا أصل لها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجب على كل مسلم أن يكون له فرقة إسلامية ويكون لها أمير جماع مع أن هذا يؤدي إلى تفرق أمر المسلمين وتفتيت وحدتهم وتنازعهم ولا تنازعهم فتفشلوا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الواجب على المسلم أن يتبع ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا وأن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله وأن يخرص على أن يكون أقرب الناس إلى الحق بقدر استطاعته وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا طالب جامعي أعيش في دوامة من الآراء والأفكار وبين جماعات كل واحدة منها تنسب لنفسها الأفضلية وتعمل كل ما في وصعيها لكسب الأنصار مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ صاحبة الخروج أربعين يوما أربعة أشهر وجماعة أنصار السنة والجماعة الإصلاحية لعبد الحميد بن باديس وعليه أرجو وأطلع منكم أن توجهون إلى الطريق الصحيح الذي فيه سعادة وسلامة الإسلام من كل ما يجعله يتأثر بالتيارات الخارجية التي تنهش عظامنا ونحن لا ندري جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الواجب عليك التزام الحق وما يشهد له الدليل دون التحيز لجماعة بعينها وأولى الجماعات بالتعاون معها من حافظ على العقيدة الصحية التي كان عليها أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم والالتزام بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذي ما حدث من البدع والخرافات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في العالم الإسلامي اليوم عدة فرق وطرق الصوفية مثلا هناك جماعة التبليغ الإخوان المسلمون السنيون الشيعة فما هي الجماعة التي تطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه أهل السنة وهم أهل الحديث وجماعة أنصار السنة ثم الإخوان وبالجلة فكل فرق من هؤلاء فيها خطأ وصعب فعليك بالتعاون معه فيما عندها من الصواب وتتناب ما وقعت فيه من أخطاء مع التنصح والتعاون على البر والتقوى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال المسلم في الصحيح جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض كل من هذه الفرق فيها حق وباطل وخطأ وصواب وبعضها أقرب إلى الحق والصواب وأكثر خيرا وأعم نفعا من بعض فعليك أن تتعاون مع كل منهم على ما معها من الحق وتنصح لها فيما تراه خطأ ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في هذا الزمان عديد من الجماعات والتفريعات وكل منها يدعي الاندواء تحت الفرقة الناجية ولا ندري أيهما على حق فنتبعه ونرجو من سيادتكم أن تدلون على أفضل هذه الجماعات وأخيارها فنتبع الحق فيها مع إبراز الأدلة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية إلا من أتى منهم بمكفر يخرج عن أصل الإيمان لكنهم تتفاوت درجاتهم قوة وضعفة بقبل إصابتهم للحق وعملهم به وخطئهم في فهم الأدلة والعمل فأهداهم أسعدهم بالدليل فهما وعملا فعرف وجهات نظرهم وكل ما أتبعهم للحق وألزمهم له ولا تبخث الآخرين أخوتهم في الإسلام فترد عليهم ما أصابوا فيهم من الحق بل اتبع الحق حيثما كان ولو ظهر على لسان من يخليفك في بعض المسائل فالحق رائد مؤمن وقوة الدليل من الكتاب والسنة هي الفيصل بين الحق والباطل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أريد تفسيرا لكلمة السلف ومن هم السلفيون أريد نبذة مبسطة عن كتاب العقيدة الوسطية أريد تفسيرا لأول سورة الكهف من الآية الأولى إلى الآية الخامسة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد السلف هم أهل السنة والجماعة هم متبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة ولما سؤل صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأما الآيات الخمس الأول من سورة الكهف وهي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجه قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من عين ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فمعناها أن الله سبحانه أثنى على نفسه بأنه الآحد الصند الذي لا شريك له في صفات جلاله وكماله ولا في ملكه ولا في التفضل بالنعم على خلقه حسية ومعنوية التي من أجلها وأرفاعها ابتعاثه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العالمين رحمة منه وفضلا وإن زاله عليه القرآن كتابا قيمة أي مستقيمة ولم يجعل له عوجا فلا اختلاف فيه ولا تناقض ولا اضطراب بل يؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا يهدي به الله من اتبع هدى إلى سبول السلام وينذر به عقابه الشديد عاجلا وآجلا من حاد عن سبيله فعصى أمره وتعدى حدوده ويبشر المؤمنين الذين يصفونه بصفات الكمال وينزلونه عن الشريك والصاحبة والولد ويعملون الأعمار الصالحة ويحفظون حدوده بأن لهم أجرا عظيما ونصرا عاجلا في الدنيا ونعيما أبديا في الآخرة ماكثين فيه أبدا لا يزولون عنه ولا يزول عنهم عطاء غير محدود وينذر بأسه وشديد عذابه الذين انتقصوه بغيا وعدوانا القرآن الكريم كتاب لا اختلاف فيه ولا تناقض ولا اضطراب بل يؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا يهدي به الله من اتبع هدى إلى سبول السلام وينذر به عقابه الشديد عاجلا وآجلا من حاد عن سبيله فعصى أمره وتعدى حدوده ويبشر المؤمنين الذين يصفونه بصفات الكمال وينزهونه عن الشريك والصاحبة والولد ويعملون الأعمال الصالحة ويحفظون حدوده بأن لهم أجرا عظيما ونصرا عاجلا في الدنيا ونعيما أبديا في الآخرة ماكثين فيه أبدا لا يزولون عنه ولا يزول عنهم أعطاء غير محدود وينذر بأسه وشديد عذابه الذين انتقصوه بغيا وعدوانا فقالوا اتخذ الله ولدا جهلا منهم وبهتانا إذ لا علم لهم بذلك ولا لآبائهم من قبل إنما هو الجهل القديم الموروث قلد فيه آخرهم أولهم لغباوتهم وعنى بصائرهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم اشتدت قبحا وشناعة تلك الكلمة تخرج من أفواههم دون أن يكون لها أصول علمية راسخة في قلوبهم إن يقولون إلا كذب وافتراء أما كتاب العقيدة الواسطية فهو كتاب جليل اجتمل على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة بالأدلة من الكتاب والسنة فنوصيك باعتقاد ما فيه والدعوة إلى ذلك وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هي السلفية وما رأيكم فيها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد السلفية نسبة إلى السلف والسلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في قوله خير القرون بل خير الناس قرني ثم الذين آلونهم ثم الذين آلونهم ثم أجيو أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم والسلفيون جمعوا سلفي نسبة إلى السلف وقد تقدم معناه وهم الذين صاروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو دور المسلم الأمين الذي يعيش في مجتمع جاهلي ليس فيه علماء ولا حركات إسلامية ولا يستطيع أن يقارن بين هذه الجماعات حتى يتبع من يوافق الكتاب والسنة فما دوره وهو عاجز هذا العجز وهو يعيش بين الذئاب جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ينبغي للمسلم أن يتعلم من أمور دينه ما يجعله على بصيرة من الدين ويدعو الناس إلى الخير بقدر استطاعته ولا يجب عليه ما لا يستطيعه لأموم أدلة يسر الشريعة ومنها قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم ويجب عليه أن يتعاون مع أقرب أهل العلم إلى الخير فإن لم يجد واجب عليه أن يهاجر إلى بلد فيها من يتعاون معه على معرفة دينه وإقامة شاعائره ما استطاع إلى ذلك سبيلا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بماذا تنصحونني وأنا أعيش في هذا العصر الذي كثرت فيه البدع والإلحاد والفساد وكثر تارك الصلاة جزاكم الله خير الجزاء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد موصيك بتقوى الله وننصحك بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمن فقد ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر ما خافت أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عضى بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك متفق عليه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كيف نحقق وحدة إسلامية لأمة إسلامية في عصرنا هذا ونحن نرى ونسمع كل يوم بمسلم يقتل أخاه المسلم مثال ما يسمى بمنظمة التحرير الفلسطينية وما يجري فيها الأراق مع إيران وما بينهما وغيرهم من بقية أمتنا العربية المشتتة التي اتفقت على أن لا تتفق جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تحقيق الوحدة الإسلامية يكون بما تحقق به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من العقيدة الصحيحة والإيمان الصادق والعمل بكتاب الله تعالى وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل مئة عام من يصلح لهذه الأمة أمر دينها ولي بعض الاستفسارات ألف ما هو سند هذا الحديث وما كنه الصحيح ومن هو راويه باء ذكر هؤلاء الصالحين إن أمكن ذلك جين ما معنى يصلح أمر الدين وقد تركن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء دال كيف يستدل عليهم ها ما مدى صحة القول إنهم يأتون على رأس الثانية عشرة من كل قرن هجري جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أولا روى هذا الحديث أبو داود في سننه عن سليمان بن داود المهري قال أخبرنا عبد الله بن واذب أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها ثانيا هذا الحديث صحيح ورواته كلهم ثقات ثالثا ورابعا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يجدد لها دينها أنه كل من حرف الكثير من الناس عن جادة الدين الذي أكمله الله لعباده وأتم عليه النعمته ورضيه لهم دين بعث الله علم أو عالما بصيرا بالإسلام وداعية الرشيدة يبصر الناس بكتاب الله وسنة رسوله الثابتة ويجنبهم البدع ويحذرهم محدثات الأمور ويردهم عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فسمى ذلك تجديدا بالنسبة للأمة لا بالنسبة للدين الذي شرعه الله وأكمله فإن التغير والضعف والانحراف إنما يطرأ مرة بعد مرة على الأمة أما الإسلام نفسه فمحفوظ بحفظ كتاب الله تعالى وزنة رسوله صلى الله عليه وسلم المبينة له قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ خامسا ليس في الحديث أن هؤلاء المصلحين يأتون على رأس السنة الثانية عشرة بل فيه أنهم يأتون بأمر الله وحكمته على رأس كل مئة سنة وهي القرن الهجري لأنهم متعارفوا عند المسلمين في ذلك الزمان وهذا فضل من الله ورحمة منه بعباده وإقامة للحجة عليهم حتى لا يكون لأحد عذر بعد البلاغ والبيان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فهل معنى هذا أنه سيعود له المجد والهيمنة والسلطان كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم غير ذلك مع الوضع في الأتبار حديث رسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يولونهم ثم الذين يولونهم فظاهر الحديث يدل على أن خير قرن الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لن يأتي قرن من سويه في الخير والحديث الأول بدأ الإسلام كلمة كما بدأ التي في آخره تدل على أنه كما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويسود الود والوئام بين المسلمين في هذه الصورة التي نراها في ذلك الزمان هل يسود في زماننا هذا من اقتتال بين المسلمين وافتراق وبطش ذوي السلطان برجال الدين واستهزاء المجتمع منهم ومحاربتهم وغزو بلاد الغرب لبلاد المسلمين بثقافات هادمة وأفكار لا تصلح المسلمين ومذيئلات من اللباس تتكشف فيه عورات الكثيرات من المسلمات المتبرجات أفيدوني إفادة شافية أفادكم الله وأعانكم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد معنى الحديث أن الإسلام بدأ غريبا حينما دع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إليه فلم يستجب له إلا الواحد بعد الواحد فكان حينذاك غريبا بغربة أهله لقلتهم وضعفهم مع كثرة خصومهم وقوتهم وتغيامهم وتسلطهم على المسلمين حتى هاجر من هاجر إلى الحبشة فرارا بدينه من الفتن وبنفسه من الأذى والاضطهاد والظلم والاستبداد وحتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى إلى المدينة بعدما ناله من شدة الأذى ما ناله رجاء يهيئ الله له من يؤازره في دعوته ويقوم معه بنصر الإسلام وقد حقق الله رجاءه فأعز جنده ونصر عبده وقامت دولة الإسلام وانتشر بحول الله في أرجاء الأرض وجعل سبحانه كلمة الكفر هي السفلة وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين واستمر الأمر على ذلك ردحا من الزمن ثم بدأ التفرق والوهن ودب بين المسلمين دبيب والضعف والفشل شيئا فشيئا حتى عاد الإسلام غريبا كما بدأ لكن ليس ذلك لقلتهم فإنهم يومئذ كثير وإنما ذلك لعدم تنسكهم بدينهم واعتصامهم بكتاب ربهم وتنكبهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من شاء الله فشغلهم بأنفسهم وبالإقبال على الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس من كان قبلهم وتناحروا فيما بينهم على إماراتها وتراثها فوجد أعداء الإسلام المداخل عليهم وتمكنوا من ديارهم ورقابهم فاستعمروها وأذلوا أهلها وساموهم سوء العذاب هذه هي غربة الإسلام التي عاد إليها كما بدأ بها وقد رأى جماعة منهم محمد رشيد رضا أن في الحديث بشارة بنصرة الإسلام بعد غربته الثانية آخذين ذلك من التشبيه في قوله صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا كما بدأ فكما كان بعد الغربة الأولى عز للمسلمين وانتشار للإسلام فكذا سيكون له بعد الغربة الثانية نصر وانتشار وزيادة في الفائدة نرفق لك تفسير الشاطبي للحديث في كتابه الاعتصام ومعه تعليق محمد رشيد رضا يتبين منه الرأي الثاني وهذا هو الأظهر ويؤيده ما ثبت في أحاديث المهدي ونزول إيسى عليه السلام آخر الزمان من امتشار الإسلام وعزة المسلمين وقوتهم ودحض الكفر والكفرة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآبه وصحبه وسلم سؤال ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سألت ربي عز وجل ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطانيها فسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها فسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الحديث رواه التلمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي واللفظ له ورواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه عز وجل ثلاث مسائل لأمته الأولى ألا يهلكهم بما أهلك به الأمم من الغرق والريح والرجفة وإلقاء الحجارة من السماء وغير ذلك من أنواع العذاب العظيم العام والثاني عدم ظهور عدو عليهم من غيرهم فيستبيح بيضتهم والثالثة عدم لبسهم شيعة والتلبيس الاختلاف والاختلاف بالأهواء والشيعة جمع شيعة وهي الفرقة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربه عز وجل تفضل عليه واستجاب له في الأولين ومنعه الثالثة لحكمة يعلمها تبارك وتعالى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل من فضائل هذه الأمة شهادتهم على الأمم يوم القيامة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نعم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يقول الناس إن ابن تيمية ليس من أهل السنة والجماعة وإنه ضال مضي وإنه ضال مضي وعليه ابن حجر وغيره هل قولهم صدق أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية إمام من أئمة أهل السنة والجماعة يدعو إلى الحق وإلى الطريق المستقيم قد نصر الله به السنة وقمع به أهل البدعة والزير ومن حكم عليه بغير ذلك فهو المكتدع الضال المضل قد عميت عليهم الأنباء فظن الحق باطلا والباطلا حقا يعرف ذلك من أمار الله بصيرته وقرأ كتبه وكتب خصومه وقارن بين سيرته وسيرتهم وهذا خير شاهد وفاصل بين الفريقين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال لي بعض الناس إن هناك الوهابية فقلت لهم إنه ليس هناك وهابية وإنما هي دعوة أطلقها الأشراف ليبعد الناس عن الدعوة الإصلاحية ولكن أحدهم قال لي إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان فعلا مصلحا دينيا ولكنه انحرف في آخر حياته حيث رفض بعض الأحاديث النبوي الصحيحة لأنها لا توافق رأيه فما هو قولكم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أكبر الدعاة إلى السلفية والأعقيدة السليمة والمنهج القوين وكتبه رحمه الله حافلة بذلك وما ذكرت من أن أحد خصوم دعوته قال لك إن الشيخ انحرف في آخر حياته حيث رفض بعض الأحاديث الصحيحة لأنها لا توافق رأيه فهو كذب وافتراء على الشيخ فقد توفي وهو من أشد الناس احتراما للسنة وتقبلا لها بل ودعوة إليها رحمه الله وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هي الوهابية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الوهابية لفظة يطلقها خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على دعوته إلى تجريد التوحيد من الشركيات ونبذي جميع الطرق إلا طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومرادهم من ذلك تنفير الناس من دعوته وصدهم عما دعا إليه ولكن لم يضرها ذلك بل زادها انتشارا في الآفاق وشوق إليها من وفقهم الله إلى زيادة البحث عن ما هي الدعوة وما ترني إليه وما تستند عليه من أدلة الكتاب والسنة الصحيحة فاشتد تمسكهم بها وعبوا عليها وأخذوا يدعون الناس إليها ولله الحمد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما رأيكم في كتابي شيخ الإسلام بن تلمية رحمه الله من هاج السنة وشرح حديث النزول جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذان الكتابان من خير الكتب علما واستدلالا وحسن بيان وقوة في رد الباطل ونصرة الحق وسلامة العقيدة ولا يوجد كتاب في الرد على الرافضة فيما نعلم مثل كتاب منهاج السنة ولا كتاب في شرح حديث النزول أكمل من كتابه في شرح حديث النزول فيما نعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما الكتب المفيدة في فهم العقيدة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تختلف الكتب المفيدة في فهم العقيدة وغيرها باختلاف الناس في فهمهم وثقافاتهم ودرجاتهم العلمية وعلى كل أن يسترشد في ذلك بمن حوله من العلماء الذين يعرفون حاله وقوة إدراكه وتحصيله للعلم ومن الكتب النافعة في العقيدة إجمانة العقيدة الوسطية بشروحها وشرح العقيدة التحاوية وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع شرحه فتح المجيد وشرحه أيضا تيسير العزيز الحميد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول كلاهما للشيخ محمد بن عبد الوهاب والتب مورية والحموية كلاهما لشيخ الإسلام ابن تامية وكتاب التوحيد لابن خزيمة والقصيدة النونية مع شرحها مع العلم بأن أعظم الكتب أشرفها هو كتاب الله العظيم وفيه أوضح بيان للعقيدة الصحيحة وبيان بطلان ما يخالفها فنوصيك بالإكثار من تلاوته وتدبر معانيه ففيه الهدى والنور والدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا المحمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرد اتباع منهج في العقيدة بعد أن عرفت أمور دين من صلاة وصيهم والحمد لله درست التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية فهل تدلوني على المنهج القوين في الدراسة الجادة؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نرجو من الله يزيدك بصيرة وعلمة إلى ما لديك وننصحك بقراءة كتب العقيدة السلفية منها ما ذكرته في سؤالك ومنها شروح العقيدة الواسطية وشرح العقيدة التحاوية وشرح كتاب التوحيد المسمى فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن وشرحه أيضا المسمى تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله وكتاب الحموية وكتاب التدمرية لشيخ الإسلام بن تيمية وكتاب التوحيد لابن خزيمة كما نصيك بأن تكون عنايتك بكتاب الله العظيم تلاوة وتدبرة أكثر من عنايتك بغيره لأنه أصدق كتاب وأشرف كتاب وأنفع كتاب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هي الكتب المفيدة التي تجب علينا مطالعتها حتى نفهم ديننا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد القرآن الكريم وكتب السنة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنة الأربع وكتب العقيدات الصحيحة مثل كتاب التوحيد وفتح المجيد وزاد المعادل بن القيم والعقيدة الواسطية وشرح التحاوية وأمثالها من كتب علماء السنة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال دلون أرشدكم الله على ما يفيدنا من الكتب الإسلامية التي يمكن رجوع إليها في العقيدة والفقه وأي الكتب الصحيحة في السيرة النبوية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد عليك بكتاب الله الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كالصحيحين والسنن ومن كتب التوحيد شرح التحاوية وكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وفي السيرة والفقه كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد كما نصيك بقراءة كتب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه بن القيم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو أفضل كتاب يبحث في التوحيد والعقائد الإسلامية وكيف القصول على ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أعضل كتاب وأفضل كتاب يوضح العقيدة الصحيحة هو كتاب الله عز وجل ثم أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أحسن الكتب في ذلك كتاب فتح المجيد وكتاب العقيدة الواسطية وكتاب العلو للعلي الغفار وكتاب التوسل والوسيلة وكتاب مختصر الصواعق المرسلة وكتاب تطهير الاعتقاد وشرح التحاوية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في الفترة الأخيرة التحيت وأصلي الفرائض وتمسكت بالسنة النبوية الشريفة وعندنا في قريتنا يعتبرون المتمسك بالسنة متشددا في الدين وترد عليهم فيقولون هلك المتنطعون فمن هم المتنطعون وهل يعتبر التمسك بالسنة تشدد جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد احمد الله تعالى أنهذاك إلى الحق واشكره أن وفقك إلى العمل به وبين لمن عرضك أن الإسلام سمح وأن الدين يسر وأن التنطع في الدين هو التكلف والغلوب في العمل بالزيادة على ما شرع الله وأنك لم تزد وإنما تمسكت بما شرع الله فقط وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تصوف سؤال ما هي حقيقة التصوف وهل في التصوف جوانب حسنة وجوانب سيئة هل التصوف مفصول عن الفقه أرجو من فضلاتكم التحدث إلي عن الحضارات النبوية التي توجد في المفهوم الصوفي وهل هي حقيقة عندي في السودان بعض رجال متصوفة يستدلون على بناء القباب على الميد بالقبة المشاهدة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكم الدين في ذلك ما هي حقيقة هذه الأسماء الفوتي القطبي رجال الكون في المفهوم الصوفي جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا اقرأ في ذلك كتاب مدارج السالكين لابن قيم الجوزية وكتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل فيما يتعلق بمسائل التصوف ثانيا ليس في إقامة القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم محجة لمن يتعلل بذلك في بناء قباب على قبور الأولياء والصالحين لأن إقامة القبة على قبره لن تكن بوصية منه ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم ولا من التابعين ولا أحد من أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير إنما كان ذلك من أهل البدع وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدعى تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم فإذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بناء قبة على قبره ولم يثبت ذلك عن أئمة الخير بل ثبت عنه ما يبطل ذلك إن يكون لمسلم أن يتعلق بما أحدثه المبتدعة من بناء قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال مشكلة تصوف ما معناه وما موقفه في الإسلام أعني الطريقة التيجانية والقادرية والشيعة تلك الطرق قد تركزت في ميجيريا فمثلا الطريقة التيجانية هناك صلاة سنة صلاة البكرية مبدأها اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتحة لما أغلق إلى قوله حق قدره ومقداره العظيم فهذه الصلاة قد أتيت ميزة أفضل وأكبر من الصلاة الإبراهيمية ولقد رأينا ذلك في كتابهم المسمى جواهر المعاني في الجزء الأول في الصفحة السادسة والثلاثين والمئة وهل هذا صحيح؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعث قيل إن الصفية نسب إلى الصفة لشبهين بجماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء كانوا يأون إلى الصفة في المسجد النبوي وهذا ليس بصحيح فإن النسبة إلى الصفة صفي بالتشديد الفاء ويا النسب دون واو وقيل نسب إلى صفة لصفاء قلوبهم وأعمالهم وهذا خطر أيضا لأن النسبة إلى صفة صفوي ولأنه تغلب فيهم البدع وفساد العقيدة وقيل نسب إلى الصوف لأنه كان شعارا لهم في اللباس وهذا أقرب إلى اللغة وإلى واقعهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الثاني والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش المجلد الثاني العقيدة ولا زلنا عن مجموعة الثالثة من هذه الفتاوى وله بقية على الشريط الثالث والعشرين إن شاء الله الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد الثاني العقيدة ولا زلنا مع المجموعة الثالثة من هذه الفتاوى والأسئلة في موضوع التصوف سؤال ما حكم الطرق الصوفية والأوراد التي نظموها ورتبوها قبل صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب وما حكم من زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وسلم عليه بقوله السلام عليك يا عين العيون وروح الأرواح جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الطرق والأوراد التي ذكرتها طرق وأوراد محدثة مبتدعة ومن جملتها الطريقة التيجانية والكتانية ولا يشرع من أورادهم إلا ما وافق الكتاب والسنة الصحيحة وأما ما ذكر في السؤال أن بعض الناس دخل على الكتان فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بجواره يقظة وقال السلام عليك يا عين العيون إلى آخره فهذا باطل لا أصل له والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بعد موته يقظة ولا يخرج من قبره إلا يوم القيامة كما قال الله سبحانه ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الإسلام في الطرق الصوفية اليوم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يغلب على الطرق الصوفية البدع وننصحك باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العبادات وغيرها واقرأ كتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل رحمه الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما رأي الدين في التصوف الموجود الآن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولاً لا يقال ما رأي الدين ولكن ما حكم الإسلام في كذا ثانياً الغالب على ما يسمى بالتصوف الآن العمل بالبدع الشركية مع بدعاً أخرى كقول بعضهم مدد يا سيد وندائهم الأقطاب وذكرهم الجماعي فيما لم يسمي له به نفسه مثل هو هو وآه آه آه ومن قرأ كتبهم عرف كثير من بدعه مشركية وغيرها من المنكرات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل الطرق الصوفية مثل الشاذلية والرفاعية على حق أم أهل فرقة وضلال وهل يجوز الانتماء إلى فرقة منهم أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الطرق الصوفية جميعها يغلب عليها البدع ومخالفة الشرع فيجب الابتعاد عن تلك الطرق وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما معنا قول المنتسبين للتصوف إن فلانا صاحب الوقت وإنه من أهل التعريف وما حكم أن يعتقد ذلك وهل تجوز الصلاة خلفه إن عرف عنه ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد معنى أن فلانا صاحب الوقت إلى آخره أن هناك من إليه شؤون الخلق من البشر ولديه قدرة على التصرف في أمورهم يفرج شدتهم ويفكهم ويخلصهم مما أحاط بهم من البلاء ويسوق إليهم ما شاء من الخيرات في نظرهم ومن يعتقد ذلك فهو مشرك مع الله غيره في الربوبية وتدبير شؤون الخلق ولا تصح الصلاة وراءه ولا يجوز توليته أمرا مسلمين ولا أن يجعل إماما لهم في الصلاة لكفره الصريح وشركه البين وهو أشر من شرك الجاهلية الأولى قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من ينبك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون إلى غير ذلك من الآيات سؤال هل في إن كان إنسان أن يصل إلى درجة تمكنه من التلقي عن الله مباشرة وهو غير نبي ولا رسول جواب ليس هناك من البشر من يتلقى عن الله مباشرة شيئا من الوحي إخبارا أو تشريعا سوى الأنبياء أو الرسل عليهم الصلاة والسلام وإلا الرؤية الصادقة يراها الرجل الصالح أو ترى له مناما لا يقوى فإنها جزء من ستة وأربعين جزءا من الوحي وإلا الفراسة الصادقة فإنها من الإلهام كما كان لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه لكن الرؤية المنامية والفراسة من غير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا تعتبر أصلا في التشريع ولا يرب التصديق بها فإن المنامات والفراسات يكثر فيها التخليط والتباس الصادق من هذا الكاذب فلا يعتمد عليها إلا إذا كانت من الرسل أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولذا لم يعول عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما كان منها من عمر رضي الله عنه إنما عول على ما أنزل عليه من الوحي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل ما يفعله الصوفية من رقص وغناء وتمايل ذات اليمين والشمال ذكر كما يسمونه حلال أم حرام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الأمور محدثاتها وقد أكمل الله الدين لعباده قولا وعملا واعتقادا قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الدين بقوله وفعله وتقريره وصحابته رضي الله عنهم نقلوا عنه صلى الله عليه وسلم ما صدر منه من الأقوال والأفعال والإقرار فالدين كامل من جهة قواعده ومن جهة بيانه ونقله والذكر نوع من الإبادات والإبادات مبنية على التوقيف ومن خصص شيئا من الإبادات وحدد له وقتا معين أو كيفية خاصة لأدائه فهو مطالب بالدليل وما ذكر في السؤال لا نعلم له أصلا شرعيا يعتمد عليه وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فما ذكر في السؤال من النواء المردود سؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم القرآن قبل نزول الوحي كما يزعون الصوفية جواب القرآن هو كلام الله بحروفه ومعانيه وأول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن سورة اقرأ واستمر القرآن ينزل منجما في ثلاث وعشرين سنة وقد بيّن الله جل وعلا أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدري عن هذا الكتاب قبل نزوله عليه ومن ذلك قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان الآية وبهذا يعلم أن ما يزعونه الصوفية من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم القرآن قبل نزول الوحي ليس بصحيح وأنه من القول على الله بلا علم وهكذا قول من قال منهم ومن غيرهم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب قول باطل وكفر وضلال لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سؤال هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يرى في اليقظة كما يزعون الصوفية في أنهم يرونه يقظة جواب الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو حي في قبره حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا وأما دعوى أنه يرى يقظة فهذا ليس بصحيح لعدم الدليل الدال عليه ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فدل ذلك على أنه لا يخرج من قبله قبل يوم القيامة ويدل على ذلك في حقه وحق غيره قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون وقوله عز وجل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فدل على أنه ليس هناك خروج من القبور قبل يوم القيامة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن مشايخ الطرق الصوفية منتشرون في الدول ويعطون المريدين عهودا وعلى من أخذ العهد أن لا يخون أبدا ويخصصون ليالي للذكر جماعة بأسماء خاصة كالله أو حي أو قيوم أو آه على هيئة حلقات أو صفوف قياما أو قائدين يتمايلون ينة أو يسرة ومعهم جماعة يترنمون بأناشيد ومدائح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والصالحين غالبا مع طبل ودفوف ومزامير وقد يدفع بعض الحاضرين نقودا تسمى نقطة وأحيانا لا يكون فيه دفوف ولا مزامير ولا نقطة ثم لإن المنشدين يقولون مدد يا سيدنا الحسين مدد يا سيد زينب مدد يا سيد يا بدوي مدد يا جد يا رسول الله مدد يا أولياء الله وبعض الناس ينذر شاية أو مالا أو نحو ذلك للسيد البدوي أو الحسين أو السيد زينب أو غير ذلك وقد يذبح كبشا عند ضريح الشيخ المنذور له ويدفع المال المنذور في الصندوق الذي عند ضريح الشيخ فهل هذه الأمور جائزة أو ممنوعة أفيدون جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد كان المسلمون رجالا ونساء يعاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبيرونه على الإسلام عقيدة وقولا وعملا وقد أمره الله تعالى بطاعته في كل ما آتهم به من القرآن والأحاديث الثابتة عنه وقرن طاعتهم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أي طاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم نقرونه بطاعة الله بل جعل طاعتهم إياه من طاعته جل شأنه في كثير من آيات القرآن قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وجعل سبحانه اتباعهم إياه فيما جاءهم به من الكتاب والصنة علامة على محبتهم لله وسببا لمحبته إياهم ولمغفرته ذنوبهم فقال جل شأنه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع أحدا من أصحابه لا الخلفاء الراشدين ولا غيرهم أو عاهدة على نحو ما يفعله مشايخ الطرق الصوفية من أخذ العهد على مريديهم بأن يذكر الله بأسماء مفردة معينة من أسماء الله كالله وحي وقيوم ويتخذ ذلك وردا لهم يلتزمونه ويرددونه كل يوم وليلة لا يتجاوزون تلك الأسماء إلى غيرها من أسماء الله إلا بإذن الشيخ وإلا كان عاصيا للشيخ مسيئا للأدب معه وخيف عليه من خدم الأسماء أن يصيبوه بسوء لمجاوزته الحدود أضف إلى ذلك أن كل شيخ من مشايخ الطرق الصوفية يحرص جهده على أياب ذرة بذرة الفتنة والفرقة بين مريديه ومريد المشايخ الآخرين حتى فرقوا دينهم وصاروا شيعا وأحزابا كل يدعو إلى بدعته ويحذر مريديه أن يوالوا شيخ الطرق الصوفية الأخرى أو أن يأخذوا عليهم عهد أو ينتقلوا إلى طريقة شيخ آخر إلى غير ذلك من الإلجامات التي لم ينزل الله بها من سلطان ولم يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق فيهم قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون فإنه لم يعرف عنه أنه ذكر الله بالاسم المفرد صلى الله عليه وسلم مثل حي أو قيوم أو حق أو الله ولا أمر بذكر به أو باتخاذه وردا يردد كل يوم وليلة ولم يعرف عنه أيضا أنه حذر من موالات المؤمنين بعضهم بعضا بل أمر بموالاتهم وحب بعضهم بعضا كما مدحهم الله تعالى بذلك فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا رواه البخاري ومسلم ثانيا بين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الاجتماع لتلاوة كتاب الله ودراسته وتدبره وتفهم معانيه فقال صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم وبينا بعمله مراده بذلك فكان أحيانا يقرأ ويسمعه من حضر من أصحابه رضي الله عنه ليعلمهم كيفية التلاوة والترتيب وكان أحيانا يأمر بعض أصحابه أن يقرأ حبا منه لسمائه من غيره كما ثبت علم صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي قال أأقرأ عليك وعليك أنزل قال فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ عليه عبد الله صورة النساء حتى بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال أمسك فإذا عينه تذرفان رواه البخاري وكان يتخولهم بالموعظة خشية السآمة عليهم ويجلس لهم في المسجد أو غيره لإرشادهم وتعليمهم أمور دينهم وروق عليهم الأسئلة أحيانا تنبيها لهم ولفتا لنظرهم حتى إذا أحضر فكرهم وتشوقوا للجواب ألقاه إليهم فوقع منهم خير موقع وواعوه وفقهوه على أحسن حال حتى إذا أحضر فكرهم وتشوقوا للجواب ألقاه إليهم فوقع منهم خير موقع وواعوه وفقهوه على أحسن حال كما ثبت ذلك فيما رواه البخاري وغيره عن أبي واقد من ليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل ثنان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فوجد في الحلقة فرجة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيى فاستحيى الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه وثبت فيما روام البخاري وغيره أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن حدثوا من ما هي فوقع الناس في سدر البوادي وقال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة إلى غير ذلك بما هو تفسير عملي لاجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بهم على الذكر بأنه تعليم وإرشاد وموعظة واختبار وتلاوة لكتاب الله تلاوة تفهم واعتبار ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه خصص أياما وليالي من الأسبوع يجتمع فيها هو وأصحابه على ذكر الله تعالى جماعة باسم مفرد من أسمائه الحسنى قياما أو قعودا في حلقات أو صفوفا يترنحون فيها ترنح السكارة وأتميلون فيها تميل الراقسين طربا لتوقيع الأناشيب ونغمات المغنين ودفات الطبور والدفوف وأصوات المزامير وبهذا يعلم أن ما يفعله الصوفية اليوم بدعة محدثة وضلالة منقوطة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه ثالثا قول جماعة المنشدين مدد يا سيدنا الحسين مدد يا سيدة زينب مدد يا بدوي يا شيخ العرب مدد يا رسول الله مدد يا أولياء الله إلى أنثال ذلك أشد نكرى وأفحش وزرى فإنه شرك أكبر يخرج قائله من ملة الإسلام ولا ياذب الله لأنه نداء للأموات ليعطوهم خيرا وليغيثوهم ويدفع أو يكشف عنهم وذلك أن المراد بالمدد هنا العطاء والغوث والنصرة فكان معنى قول القائل مددك يا سيد يا بدوي مدد يا سيدة زينب إلى آخره أمددنا بعطائك وخيرك واكشف عنا الشدة وادفع عنا البلاء وهذا شرك أكبر قال الله تعالى بعد أن بين لعبابه تدبيره للكون وتسخيره إياه ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فسمى دعاءهم شركا وقال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بإبادتهم كافرين فأخبر سبحانه بأن المدعوين سواه من الأنبياء والصالحين غافلون عن دعاء من دعاهم ولا يستجيبون دعاءهم أبدا وأنهم سيكونون أعداء لهم وأكفرون بإبادتهم إياهم وقال أي شركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم يعنصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله أعباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين الآيات وقال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فأخبر سبحانه بأن من دعا غير الله من الأموات ونحوهم لا فلاح له لكفره بسبب دعائه غير الله رابعا نذر الطاعة من ذبح الأنعام وبذل المال في وجوه البر عبادة لفناء الله تعالى على من أوفى بذلك ووعده عليه الأجر والثباب قال تعالى يوفون بالنذر وقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وعلى هذا فمن نذر طاعة لله فقد وجب عليه الوفاء ومن نذر أن يذبح لغير الله فقد أشرك ويحرم عليه الوفاء وتجب عليه التوبة من الشرك وفروعه قال تعالى قل إني صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فعلى المسلم أن يتبع كتاب الله تعالى ويسير على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعبد الله سبحانه بما شرع ويخلص في الدعاء وسائر أنواع العبادة من النذر له والتوكل عليه واللدوء إليه في الشدة والرخاء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يوجد في الإسلام طرق متعددة مثل الطريقة الشاذلية والطريقة الخلوتية وغيرهما من الطرق وإذا وجدت هذه الطرق فما هو الدليل على ذلك وما معنى قول الحق تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك موصاكم به لعلكم تتقون وما معنى قوله أيضا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين ما هي السبل المتفرقة وما هو سبيل الله ثم ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه عنه ابن مسعود أنه خط خطة ثم قال هذا سبيل الرشد ثم خط عيمينه وعن شماله خطوطة ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يوجد في الإسلام شيء من الطرق المذكورة ولا من أشباهها والموجود في الإسلام هو ما دلت عليه الآيتان والحديث الذي ذكرت وما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم على أصحابي وقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضرهم من خذ لهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك والحق هو اتباع القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة الصريحة وهذا هو سبيل الله وهو الصراط المستقيم وهو قصد السبيل وهو الخط الواضح المستقيم المذكور في حديث بن مسعود وهو الذي درج عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأتباعهم من سلف الأمة ومن سار على نهجهم وما سوى ذلك من الطرق والفرق هي السبل المذكورة في قوله سبحانه وتعالى ولم تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ماذا تقولون فضيلتكم في الطرق الصوفية والموجودة في عصرنا بكثرة مثلا كالنقشبندية والقادرية وعندنا في المغرب الأقصى الجيلانية والتيجانية والحرقانية والوازانية والدلائية والناصرية والعلوية والكتانية إلى غير هذا من الأسماء المتعددة ولكن لما طلعت على وردهم وجدته تقريبا متشابه لأنهم كلهم عندهم في ورد الصباح مئة من الاستغفار ومئة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيرة ومئة من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وفي المساء مثل ذلك مع إقامة الصلاة في وقتها لأنه شرط مجب لمن أراد أن يأخذ عنهم الورد لكن بعض الأولماء من الإخوان قالوا من عنده طريق صوفي فهو ضال ومتدع ومشرك لأنه لم يكن في عهد الرسول ولا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أي طريق صوفي ولا ولا ولهذا أطلب من سماحتكم جوابا شافيا في الموضوع لأن كلمة مشرك صعبة لأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يغلب في مشايخ الطرق الصوفية التزاهد والتنسك والعبادة ولكن تكثر البدع والخرافات في نسكهم وعبادتهم كذكر الله باسم المفرد الله حي قيوم أو ذكره بضمير الغائب مثل هو 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 أو ذكره بما لم يسمي به نفسه مثل آ آ آ آ مع الترمح والركوع والرفعين والرقص وغير ذلك من الحركات المتكلفة ومع أصوات مختلفة مصطنعة ومشيد وتصفيق أو ضرب بما يسمى الباز أحيانا لضبط نغمات النشيد مع حركات وسكنات أصوات الذكر وكل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا عملا ولا عرف عن خلفائه الراشدين ولا سائر صحابته رضي الله عنهم بل هو من محدثات الأمور وقد ثبت عن الأرباد بن ساريه رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمن والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والتنمري وقال حديث حسن صحيح لتتابع الجواب الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع الكلام في الجواب المطول عن السؤال حول الطرق الصوفية وكذلك القول فيما يسمى وردة مما ذكر في السؤال من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك وإن كان جملا مفيدة وكان في أصله قربة وعبادة مشروعة إلا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه بالصباح ولا المساء ولا جعل له في هذين الوقتين عددا محدودا لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا جعل التقرب به عن طريق عهد يأخذه الشيخ على مريده فكان التزام ما ذكر في التقرب بهذه الأذكار بدعة محدثة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لكن من ذكر الله تعالى بصيغ وردت الأحاديث الثابتة فيها بعدد محدد أو في وقت معين فذلك محمود مثل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه رواه البخاري ومسلم ومثل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة خطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه البخاري ومسلم إلى أمثال هذا مما وردت النصوص فيه بتحديد زمن أو عدد فتحر الزمان والعدد في مثل هذا مشروع ما لم يؤدي ويؤدى على كيفية محدثة وإلا كان بدعة مذمومة لما تقدم في صدر الجواب وقد تنتهي بهم البدع إلى الاستعانة بالأموات والغائبين في تفريج الكربات وفي النهوض عند القيام ونحو ذلك فيقعون في الشرك الأكبر نسأل الله العافية والسلامة من ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أصحيح ما يقوله الناس أن الولي إذا مات ودفن في قبره تأتي الملائكة ويخرجونه من قبره ويصعد به إلى السماء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ليس ذلك بصحيح وإنما يصعد بالروح وتفتح لها أبواب السماء إن كانت مؤمنة أو تغلق عنها إن كانت كافرة ثم تطرح إلى الأرض وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يقول بعض الصوفية ذكر الله أفضل من الصلاة المكتوبة بدليل قوله تعالى ولذكر الله أكبر فهل ذكر الله أفضل من الصلاة كما يقولون جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أمر الله بالإكثار من ذكره قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل وبيّن سبحانه أن القلوب تطمئن بذكره فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب وعد النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وضرب لنا مثلا لمن يذكر ربه والذي لا يذكره بالحي والميت ففي الذكر حياة القلوب واطمئنانها وصفاء النفوس وطهارتها وفضله عند الله عظيم ولا شك أن الصلاة مجتملة على أفضل الأذكار من تلاوة القرآن والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والشهادتين وفضل كلام الله على كلام عباده كفضله سبحانه على البشر وأفضل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله كلمة لا إله إلا الله إلى آخره وهي موجودة في الصلاة كما أن الصلاة مجتملة على الركوع والسجود وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فتفضيل الذكر في غير الصلاة على الصلاة تفضيل للشيء على نفسه إن لم يكن تفضيلا على ما هو أعلى منه وهذا غير صحيح ومعنى قوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أي الصلوات المفروضة في أوقاتها كما شرع الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله فإنها إن أدها المسلم على الوجه المشروع حالت بينه وبينه ما يتفحش من الذنوب وأصمه الله بها من اتكاب المنكرات ولذكر الله إياكم إذا أنتم ذكرتموه أعظم قدر وأفضل مثوبة وأجرى كما قال تعالى فاذكروني أذكركم وقد اختاره ابن جرير في تفسيره ووافقه على ذلك جماعة من المفسرين اعتماد منهم على ما نقل عن كثير من الصحابة والتابعين سؤال يقول بعض الصوفية إن إجازة الشيخ لمريده بقوله له أجزتك أيها المريد أن تذكر بلا إله إلا الله مئة وأربعين مرة مثلا مسلسلة معنعنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى جبريل ثم إلى الله تعالى فهل هذا القول صحيح أو باطل وهل هذه الإجازة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم هي بدعة جواب لا يتوقف ذكر العباد لربهم على إذن من المشيخ لهم في أن يذكروه سبحانه بتلاوة كتابه وبالأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا بعد أن أمرنا الله بذلك وحثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن زعم من المشيخ المتصوفة أو مريديهم أن لكل اسم من أسماء الله خادمة أو أن على ذكر الله بما شرع الله حجر حتى يأذن الشيخ للمريد بالذكر فقد اتدع في الدين وافترع على الله ورسوله فإنه لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على شيء من ذلك فما يزعمه بعض المتصوفة إنما هو من البداع المحدثة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد والله المستعين سؤال الطريقة المنسوبة إلى الشيخ عبدالقادر وأبو الحسن الشاذلي هل يكون على الإنسان حرج إذا دخل فيها وانتسب إليها وهل هي سنة أو بدعة جواب روى أبو داود وغيره من أصحاب السنن من طريق الأرباض بن سارية أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاع وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع في أمتي اختلاف كثير وتتشعب بهم الطرق والمناهج وتكثر فيهم البدع والمحدثات وأمر المسلمين أن يعتصموا بكتاب الله وأن يتمسكوا بسنته ويعضوا عليها بالنواجذ وحذرهم من التفرق والاختلاف واتباع البدع والمحدثات لأنها مضلة ومتاهات تتفرقوا بمن سلكها عن سبيل الله فوصاهم بما وص به عبادة في قوله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فنوصيكم بوصية الله ووصية رسوله وننصحكم بلزوم منهج أهل السنة والجماعة ونحذركم ما أحدث أهل الطرق من تصوف مدخول وأوراد مبتدعة وأذكار غير مشروعة وأدعية فيها شرك بالله أو ما هو ذريعة إليه كالاستغاثة بغير الله وذكره بالأسماء المفردة وذكره بكلمة آه وليست من أسمائه سبحانه وتوسلهم بالمشايخ في الدعاء واعتقاد أنهم جواسيس القلوب يعلمون ما تكنه وذكرهم الله ذكرا جماعيا بصوت واحد في حلقات مع ترنحات وأناشيدة إلى غير ذلك مما لا يعرف في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سؤال نحن في تنزانية نضع الولائم أي طعام ونجتمع في موضع معلوم من البلد ونقول هذه الزيارة صدرت من صاحب الطريقة القادرية عبدالقادر فهل هذا الأمر من البدع أو من سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهل فيه حرج أي إثم لأننا لا نعمر المساجد حتى تعمل هذه الزيارة وقراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم في احتفال عظيم بسبب ذلك هل هذه الأمور فيها حرج أو لا جواب لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أصحابه ولا السلف الصالح عمل ولائم ولا صنوة طعمة لمن مات من الصالحين ولا احتفل أحد من الصحابة ولا السلف الصالح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولا بعد مماته ولا صنع له طعاما بعد مماته فإقامة مولد للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد من الصالحين أو الوجهاء والاحتفال بذلك وقراءة ما ألف في مولده وقيام الحاضرين عن ذكر ولادته زعم من الحاضرين أنه قد حضر ذلك الوقت وصنع الطعام للاحتفال بالمولد النبي أو الشيخ عبد القادر أو غيره من البداع المنكرة واحترام النبي صلى الله عليه وسلم وحبه في اتباعه والسير على شريعته قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم واحترام الصالحين وحبهم يكون بمتابعتهم فيما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته فالواجب على المسلمين أن يلزموا سنة نبيهم وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعده ويقتفوا آثارهم وأن يحذروا الغلوة في الصالحين وإطراءهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرط النصارى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجه البخاري في صحيحه وقال إياكم والغلوة في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز أن تدعو الله بياهو يعني الله ضميرا مستترا تقديره هو الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ضمائر المتكلم والخطاب والغيبة كناية عن المتكلم أو المخاطب أو الغائب مطلقا فليست أسماء لله لغة ولا شرعا لأنه لم يسمي بها نفسه فدعاؤه بها تسمية ونداء وذكر له بغير أسمائه فلا يجوز ولأنه إلحاد في أسمائه بتسميته بما لم يسمي به نفسه ونداء له ودعاء بما لم يشرعه وقد نهى سبحانه عن ذلك فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إني من شمال إفريقية أعمل هنا في المملكة وأطلب من سماحتكم أن ترشدني إني متصوف ولي شيخ قد أمرني بالتسبيح بعد كل صلاة صبح وبعد المغرب لكن يوجد لدى جماعته حلقات ذكر هذه الأذكار تبتدئ بعد صلاة العشاء وهي على النحو التالي يبدأون بذكر الاسم الأعظم وهو الله بالمد والتعظيم وبعض الأذكار ثم بعد ذلك ترنم في السطحة قياما قائلين الله حتى يذوب اللفظ بالله ونبقى نقول آه آه هذا الشيء قائم في طريقي لكن أصبحت مفتونا مثل بعض أصحابي ويكننوننا بحزب الكتة رجائي أن ترشدوني عن هذا الذكر هل هو صحيح أسير فيه بدون شك أم أتخلى عنه إن هذه الكتة كما يقولون لنا ليست موجودة لا في الكتاب ولا في السنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز لك أن تأخذ عن الشيخ الذي ذكرت حاله ولا أن تذكر الله بهذا لأنه من البدع المحدثة في الدين وعليك أن تذكر الله بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات الخمس وفي غيرها من الأوقات حسب ما في كتب الحديث الشريف لقول الله تعانى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن ذلك ما ذكر في عمدة الحديث للشيخ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي ومنتقى الأخبار للماجد بن تيمية وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر ورحم الله الجميع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا من الحدود المصرية السودانية وفي هذا المكان توجد طرق صوفية كثيرة من الذين ضلوا الطريق وأضلوا الناس وهناك بعض الناس يؤخرون أضحيتهم إلى ما بعد الأيد بثلاثة أيام ليأكلها هؤلاء الصوفية الذين يأتون ليقيموا شعائرهم الكاذبة ويظنون بهذا أنهم يفعلون شيئا من الدين فهل أضحيتهم صحيحة أم هي شات لحم كما في الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما ذكرت من أن جماعة الطرق الصوفية مبتدعة وأنهم ضالون مضلون هو الحق وما أعد للضحية من الأنعام وأخر ذبحه إلى ما بعد الأيد بثلاثة أيام فلا يعتبر ضحية لأن أقصى مدة الذبح للضحية أربعة أيام منها يوم العيد بل هي لحم قدمه لضيوفه تكريما لهم وتعاونا معهم على نشر البدع وترويجها وذلك من التعاون على الإثم والعدوان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل طريقة الذكر الموجودة بين أهل الطرق الصوفية الآن صحيحة أم خاطئة وهل وردت في السنة وإن كانت واردة فما الأحاديث الدالة على ذلك لأنها تثير مشكلات كثيرة بين الناس جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أذكر أهل الطرق الصوفية جماعة بصوت واحد بالترنح والتمايل من البداء المحدثة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد روه البخاري ومسلم وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد روه الإمام مسلم في صحيحه ويكفي المسلم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يفيد مرسل السؤال أنه توجد في بلاده ثلاث فرق دينية هي واحد جماعة إزالة البدع وإقامة السنة اثنان جماعة الطرخ الصوفية ثلاثة جماعة الطريقة القادرية ويرجو إلقاء الضوء على هذه الفرق الثلاث وبيان مواضيعها طبقا للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا من كان يدعو إلى كتاب الله تعالى وإلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ويعمل بذلك في نفسه وينكر ما خالف ذلك ويجتهد في إزالة ما أحدث من البدع ويتعاون مع أهل السنة ويواليهم ويعادي أهل البدع وينكر عليهم ما ابتدعوه في الإسلام على بينة وبصيرة فهو من أهل السنة والجماعة ثانيا الطرق الصوفية طوائف شتى منها التيجانية القادرية الخلوتية إلى آخره ولا تخل طائفة منها من البدع وإن تفاوتت في ذلك فمنها المقل ومنها المكثر ثالثا الشيعة فرق كثيرة تزيد على العشرين فرقة فقرأ عنها في كتاب الملل والنحن لشهر الثاني وكتاب الفصل في الملل والنحن لابن حزم وكتاب الفرق بين الفرق للبغدادي ومختصر كتاب الأئمة لإثناء عشرية وكتاب منهاج السنة لابن تيمية ففيها الكفاية في وصف تلك الفرق وبيان منزلتها من الإسلام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما رأيكم في هذه الأشياء في الورائقات المرفقة واحد حزب الأمان اثنان الرقم اثنان ثلاثة صلاة النقطة أربعة الصلاة المسمى باللهوتية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما ذكر في الورقة المرفقة بسؤالك مما يسمى حزب الأمان وصلاة النقطة والصلاة المسمى باللهوتية إلى آخره من بدع المتصوفة والتعبد به غير مشروع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في الحي الذي أسكن فيه يوجد مسجد وتوجد زاوية تابعة لطريقة صوفية هل تجوز الصلاة في هذه الزاوية؟ جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا تصلي مع هؤلاء الصوفية في زاويتهم واحذر صحبتهم والاختلاط بهم لألا يصيب كما أصابهم وتحرى الصلاة في مسجد جماعة يتحرون السنة ويحرصون عليها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كيف رؤية أرباب الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه أحد في الدنيا بعد وفاته وإنما يرى في النوم فمن رأاه على صورته في النوم فقد رأاه لأن الشيطان لا يتمثل في صورته كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما يدعيه بعض الصوفية من أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظه فهو باطل لا أصلى له وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا بحمد الله أميل إلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالح ويرأني قد جلست في بعض الجلسات والحضرات الصوفية من باب العلم بالشيء وهلني أن رأيتهم يقومون بحركات ورقصات لا تتفق في أسوأ الأوضاع مع وقار الإنسان وحيائه وهيبته ثم هم يقومون بتأويل أشياء ثابتة ويركزون جل أعمالهم على تعذيب النفس بوسائل شتى والعبادة عندهم تعتمد في أكثرها على الذكر كما أنهم يكثرون من ذكر الأولياء والصالحين والاعتقاد فيهم أكثر مما يفعلون مع الله ورسوله كما أن لهم بعض الآراء وأكثر هذه الآراء ينهش في السلف الصالح المتمسك بسنة رسوله حق التمسك على أن لهم بعض الآراء التي تتفق وصحيح السنة كما فاهمها السلف الصالح وقد جلست مع هؤلاء القوم أكثر من مرة لمحاولة معرفة خبايا هذا العالم وأكثر هؤلاء القوم من فئات اجتماعية ممتازة فمنهم أستذة الجامعة والأطباء والمهندسون والموظفون ومنهم أناس عاديون وبهم شباب كثيرون أيضا فهل آثموا بالجلوس معهم رغم ما أسلفت كما أرجو من فضلتكم أن توضحوا الصورة حول هذه المذاهب الصوفية واعتقاداتها خاصة أنها أصبحت تتخذ صورا منظمة ذات هيئات ومنظمات معترف بها من قبل الدولة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المعروف عن جميع طوائف الصوفية وفرقهم أنهم يذكرون الله أذكارا بداية فيرقصون أو يترنحون ويتمائلون يمنة ويسرة وأعلى وأسفل ويسمون الله في ذكرهم بغير ما سمى به نفسه وبغير ما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم مثل هو 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 ومثل آه آه ويذكرونه بالاسم مثل الله 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 وبما يسمونه الذكر القلبي كما يفعله النقشة مندية ويذكرونه بما ذكر جماعة بصوت واحد ويستغيثون في أذكارهم بالأموات والغائبين فأقولون ماذا دي أبا العباس ماذا دي دسوقي وذلك شرك يخرج من ملة الإسلام وأعتقدون في مشايخهم أن لديهم علما لدنيا يطلعون به على الغيبيات وأن لهم أسرارا يتصرفون بها وراء الأسباب العادية وننصحك بقراءة كتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل لتعرف الكثير من بدعهم وجالس من تعرف عنه أنه يتمسك بالكتاب والسنة وينكر البدعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الفرق سؤال عن موقف المسلم من الفرق لقد ظهرت الآن فرق كثيرة مثل فرق الصوفية المتعددة الشاذلية الإبراهيمية القاديانية إلخ فما موقف الإسلام من هذه الفرق وما موقفنا نحن كمسلمين نحوها ونحو ما ينشره أتباعها من أفكار فاسدة تسيء إلى الدين الإسلامي جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نقرهم على ما وافقوا فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وننكر عليهم ما خالفوا فيه الكتاب والسنة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الطريقة البرهامية سؤال نحن نثق في سماحتكم ونرتاح إلى فتواك ونريد من سماحتكم أن تقرأ هذا الكتاب وتفتينا فيه حيث إنه يوزع على كثير من الناس ويتعبدون الله بما جاء فيه من أوراد وذكر ونحن نريد هل يجوز التعبد بما جاء فيه أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز التعبد بما في هذا الكتاب أوراد الطريقة البرهامية لما في ذلك من قراءة القرآن للأموات بل لأموات المخصوصين يتوقع أنه قرئت لهم رجاء بركتهم كما في فواتح أهل السلسلة وفيه من البدع جعل قراءة الفواتح لهؤلاء مفتاحا للأوراد ولما في الأساس الذي يقرأ بعض الصبح وبعض العصر من بدعة تحديد الوقت لهذا الذكر وتحديد عدد مئة مرة للبسملة وعدد مئة مرة للذكر بكلمة يا دائم فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل حدا لذلك من الوقت أو العدد بل لم يثبت عنه أنه تقرب إلى الله بتكرار البسملة مجردة ولا أنه ذكر الله بكلمة يا دائم مجردة ولما جاء فيه من التوسل بالعرش والكرسي والنور النبوي في الدعاء وذلك تحت عنوان التحصين الشريف والغوثية ولما جاء في الحزب الكبير من ذكر وأدعية بدعية ومن التوسل بالحروف المقطعة في أوائل السور وبأسماء مجهولة المعنى غير عربية مثل كد كد كردد كردد كرده كرده ده ده به 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 بهيات به بهيات ولما جاء في صلاة ابن مشيش من الكلمات المنكرة مثل قوله في النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لو لا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط وقوله في الدعاء وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها إلى آخره ولما فيها من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته والشافعي والبدوي والرفاعي والاستغاثة بغير الله وذلك بمنظومة تحت عنوان التوسل إلى غير ذلك من البدع الشركية ووسائل الشرك والخرافات وعلى هذا فلا يجوز التعبد بهذه الأوراد وعلى كل مسلم أن يتعبد بما ثبت التعبد به عن النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوات القرآن والأذكار والدعوات الثابتة عنه في سننه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الطريقة القاديانية سؤال ما حكم الدين الجديد وأتباعه يعني دينا يقال له الأحمدية يحذرون دواعيه الناس بالاحتفاظ سواء بشيء من آيات قرآنية أو من أسماء الله ويحرمون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأين من شأوا هذا الدين ومتى وما الحكم في من يرغبون عنه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعث لقد صدر الحكم من حكومة الباكستان على هذه الفرقة بأنها خارجة عن الإسلام وكذلك صدر من رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الحكم عليها بذلك ومن مؤتمر المنظمات الإسلامية المنعقدة في الرابطة في عام أربعة وتسعين وثلاثمائة وألف هجرية وقد نشرت رسالة توضح مبدأ هذه الطائفة وكيف نشأت ومتى إلى غير ذلك مما يوضح حقيقتها والخلاصة أنها طائفة تدعي أن مرزى غلام أحمد الهندي نبي يوحى إليه وأنه لا يصح إسلام أحد حتى يؤمن به وهو من مواليد القرن الثالث عشر وقد أخبر الله سبحانه في كتابه الكريم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وأجمع علماء المسلمين على ذلك فمن ادعى أنه يوجد بعده نبي يوحى إليه من الله عز وجل فهو كافر لكونه مكذبا بكتاب الله عز وجل ومكذبا للأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أنه خاتم النبيين ومخالف لإجماع الأمة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو التكرم ببيان حكم الإسلام في جماعة القاديانية ونبيهم المزعوم غلام أحمد القادياني كما أرجو التفضل بإرسال أي من الكتب التي تبحث في هذه الجماعة حيث إنني من المهتمين بدراستها الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ختمت النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده لثبوت ذلك بالكتاب والسنة فمن ادعى النبوة بعد ذلك فهو كذاب ومن أولئك غلام أحمد القادياني فدعواه النبوة لنفسه كذب وما زعمه القاديانيون من ثبوته فهو زعم كاذب وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة باعتبار القاديانيين فرقة كافرة من أجل ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الثالث والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة وله بقية على الشريط الرابع والعشرين الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفكاء المجلد الثاني العقيدة ولازلنا في الأسئلة المتعلقة بالطريقة القاديانية سؤال ما الفرق بين المسلمين والأحمديين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الفرق بينهما أن المسلمين هم الذين يعبدون الله وحده ويتبعون رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بأنه خاكم الأنبياء ليس بعده نبي أما الأحمديون الذين هم أتباع مرزى غلام أحمد فهم كفار ليسوا مسلمين لأنهم يزعمون أن مرزى غلام أحمد نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ومن اعتقد هذه العقيدة فهو كافر عند جميع علماء المسلمين لقول الله سبحانه ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولما سخى الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم التيجانية سؤال مضمون السؤال أن المدعو عيسى جبريل يرغب في معرفة الكثير مما أنزل الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويرجو التكرم بإفادته هل الورد الذي يقوم به التيجانيون والتيجانية صحيح في الإسلام فقد سمع كثيرا من المدارس الإسلامية تعارضه والتيجانيون يستعملونه بعد صلاة المغرب فهم ينشرون قطعة قماش بيضاء في المسجد ويجلسون حولها ويتلون لا إله إلا الله وكلمتين أخرين معها مئة مرة ويرجو مساعدته في إضاح الحق جواد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد حفت السريعة الإسلامية على ذكر الله تعالى ورغبت في ذلك كثيرا وبينت أنه يحيي النفوس وتطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيلا وقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت رواه البخاري وكما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر بالذكر والترغيب فيه مجملة جاء فيهما مفصلا فبيّن القرآن أن ذكر الله يكون بالقلب إجلالا لله وإعظاما له وهيبة ووقارا أو خوفا منه ورغبة إليه خشية وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأعصال وبيّن أن الصلاة أعظم ذكرا لله قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة وفي الصلاة القراءة والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميل والدعاء وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأعصال ولا تكن من الغافلين وبيّنت السنة قولية وأملية أنواع الأذكار وأوقاتها وكيفيتها فبيّنت أذكار الصباح والمساء والشدة والبلاء وعند النوم واليقظة وعند الأسفار والعودة منها إلى آخره وعينت كلماتها وكيفياتها ففي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضط عيناه فمن ذكر الله تعالى كما جاء في بيان الكتاب والسنة من أنواع الذكر وأوقاتها وكيفياتها فقد اتبع هدى الله تعالى وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام وكسب الأجر والمثوبة ومن غير صيغ الأذكار وحرف فيها أو بدل في كيفياتها والتزم فيها كيفيات لم يلتزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق ما قيده أو قيد ما أطلقه والتزم طريقة في أداء الأذكار لم تعهد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه ولا القرون الثلاثة المشهود لها بالخير فقد أساء وابتدع في الدين ما لم يأذن به الله وحرم الأجر والثواب وكان من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومن ذلك ما التزمه بعض أصحاب الطرق كالتيجانية من نصف قطعة قماش بيضاء يلتف حولها الذاكرون بلا إله إلا الله ونحوها من الأذكار بعد المغرب فالذكر مشروع وكلمة لا إله إلا الله أفضل ما قاله النبيون والذكر بها من أفضل الأذكار ولكن التزام نشر الرقعة البيضاء والاجتماع حولها وتخصيص ما بعد المغرب لذلك الذكر وإقاعه جماعيا بدعة ابتدعوها لم يأذن بها الله ولا رسوله وخير العمل ما كان اتباعا وشره ما كان ابتداعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد وإياكم ومحذفات الأمور فإن كل محذفة بدعة وقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن ذلك الاجتماع قبل الفجر أو بعده أو بعد العشاء للتعبد بأوراد وضعوها من عند أنفسهم أو لأذكار بهيئات مزرية وترنخات هي إلى الألعاب والتمثيل أقرب وبه أشبه ومن ذلك ذكرهم بكلمة هو وكلمة آه وليست من أسماء الله بل الأولى ضمير الغائب والثانية كلمة تودع فالذكر بهما من البدع المنكرة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز قراءة ورد التيجانية والتعبد به أو لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الطريقة التيجانية طريقة منكرة لا تتفق مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته بل فيها بدع شركية تخرج من يعتقدها أو يعمل بها من ملة الإسلام والأياذ بالله وأورادها فيها بدع فلا يجوز التعبد بها لأن الأذكار من الإبادات والإبادات توقيفية يرجع فيها إلى كتاب الله وإلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلاوة القرآن الكريم وما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر والدعاء في دواوين السنة والكتب التي استخلصت منها مثل رياض الصالحين للنووي والكلم الطيب لابن تيمية والوابل الصيب لابن القيم والأذكار للنووي وغيرها من كتب الحديث المعتمدة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم أوراد الأولياء والصالحين كمذهب القاديانية والتيجانية وغيرهما أجوز التمسك بها أم لا وما حكم كتاب دلائل الخيرات أولا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ورد في الكتاب والسنة نصوص مجتملة على الأدعية والأذكار المشروعة وجمع بعض العلماء جملة من ذلك النووي في كتابه الأذكار وابن السنة في عمل اليوم والليلة وابن القيم في كتاب الوابل الصيب وكتب السنة تشتمل على أبواب خاصة للأدعية والأذكار فعليكم الرجوع إليها ثانيا الأولياء الصالحون هم أولياء الله المتبعون لشرعه قولا وعملا واعتقادا وأما الطوائف الضالة كالتيجانية فليسوا من أولياء الله بل هم من أولياء الشيطان وننصحك بقراءة كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وهم لشيخ الإسلام ابن تيمية ثالثا مما تقدم يتبين أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ أورادهم ويجعلها أورادا له بل عليه الاكتفاء بالمشروع وهو ما ورد في الكتاب والسنة رابعا أما كتاب دلائل الخيرات فننصحك بتركه لما يستمل عليه من الأمور المبتدعة والشركية وفي الوارد من القرآن والسنة غنية عنه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أريد من مجلسكم الموقر أن تقرأوا في هذه القصيدة المقدمة إليكم خاصة خاصة وأنها تقرأ بعد ختم القرآن ولهذا فإني أريد فتوى في هذا الشأن لأنني لم أجد من يقنعني في بلادنا هل هو جائز شرعا هذا الدعاء أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أولا لا يجوز أن يقرأ سعر عند ختم القرآن ولا قصيدتك ولا غيرها لعدم ورود شيء بذلك عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم بل ذلك بدعة محدثة وكثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثانيا سبق أن صدر منا فتوى في حكم الدعاء بعد ختم القرآن برقم خمسة آلاف واثنين وأربعين هذا نصها الدعاء المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عند ختم القرآن لا نعلم صحته عنه ولم نقف عليه بشيء من التفسير لكن قد اشتهرت نسبته إليه ولا نعلم فيه بأس وإذا دع الإنسان بدعوات أخرى فلا بأس بذلك لعدم الدليل على تعيين دعاء معين ثالثا قصدتك بها استغاثة واستنصار بغير الله سبحانه فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى وكذلك بها التجاء إلى غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه مثل قولك بك استغثنا وبك التوسل يا ملجأ الخائف يا معقل يا عروة الوثق ويا ملاذي لذا الشدائد ويا عياذي العجل العجل بالإغاثة وراثة يا من له كل العلا وراثة وقولك يا أحمد التيجاني يا غيث القلوب أما ترى ما نحن فيه من كروبي وهذه الأشياء كلها من أنواع الشرك الأكبر التي يخلد من مات عليها في النار كما أن فيها أمورا بدئية كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره صالح أو طالح من الناس فاستغفر الله وتب إليه سبحانه فهو القائل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى والقائل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله فإنه يتوب إلى الله متابا رابعا أحمد التيجاني وأتباعه الملتزمون لطريقته من أشد خلق الله غلوا وكفرا وضلالا واتداعا في الدين مما لم يشراه الله سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وسبق أن كتبت اللجنة الدائمة نماذج لبدعهم وضلالهم ونرجو أن ينفعك الله بها وأن تكون سببا في هدايتك لسبيل الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة المبينة صفاتهم في قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هي عقيدتكم في طريقة التيجانية ورؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم يقظة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وضع الفرقة التيجانية من أشد الفرق كفرا وضلالا وابتداعا في الدين لما لم يشرعه الله وسبق أن سئلت اللجنة الدائمة عنهم وكتبت بحثا في كثير من بداعهم وضلالاتهم الدالة على ذلك هامش نص بحث اللجنة الدائمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد فبناء على مقترحه سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث الألمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من كتابة بحث مختصر عن الطريقة التيجانية وإدراجه في جدول أعمال الدورة العاشرة لمجلس هيئة كبار العلماء أعدت اللجنة الدائمة للبحوث الألمية والإفتاء بخثا في ذلك ضمنته ما يلي واحد كلمة عن أحمد التيجاني منشئ هذه الطريقة وعن مصدرها اثنان نبذ من عقيدته وعقيدة أتباعه ثلاثة حكم الشريعة في من يعتقد هذه العقيدة الموضوع الأول كلمة عن أحمد بن محمد التيجاني وعن مصدر الطريقة التيجانية هو أبو العباس أحمد بن محمد ابن المختار بن أحمد ابن محمد التيجاني ولد عام خمسين ومئة وألف من الهجرة بقرية عين ماضي التي وفد إليها جده محمد فاستوطن بها وتزوج من قبيلة تدعى تجاني أو تجانأ فكانت أخوالا لأولاده وإليها نسبوا نشى أبو العباس بهذه القرية وحفظ بها القرآن ورحل في طلب العلم إلى بلاد عدة وتأثر في أسفاره بمن التقى به من مشايخ الطرق الصوفية وأخذ الطريق عن عدة منهم ثم انتهت به رحلاته إلى أبي صيفون وهناك زعمة أنه قد جاءه الفتح وأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا منامة وأنه أذن له في تربية الخلق على العموم والإطلاق وأخذ عنه الطريقة الصوفية مشابهة وأمره أن يترك كل طريق أخذه عن مشايخ الطرق الصوفية اكتفاء بما أخذ عنه صلى الله عليه وسلم مشافهة وعين له النبي صلى الله عليه وسلم الورد الذي يلقنه مريديه كما يزعم وهو الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك سنة ست وتسعين ومئة وألف من الهجرة وكمل له الورد بسورة الإخلاص على رأس المئة ولذا سميت الطريقة الأحمدية والمحمدية كما سميت التيجانية نسبة إلى القبيلة التي صاهرها جده محمد فنسب إليها وزعم أحمد التيجاني بعد شهرته أنه شريف ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب ولم يشأ أن يعول في إثبات ذلك على وثائق مكتوبة ولا على أخبار الأعيان والآحاد بل زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضه وسأله عن نسبه فأجابه بقوله أنت ولدي حقا وكررها ثلاث مرات ثم قال نسبك إلى الحسن صحيح انتهى ملخصا من الباب الأول من جواهر المعاني لعلي حرارة عزم ومن الفصل الثامن والعشرين من كتاب الرماح لعمر ابن سعيد الفوتي هذا وإنه لم يثبت عن الخلفاء الراشدين وعلى سائر الصحابة رضي الله عنهم أن أحدا منهم وهم خير الخلق بعد الأنبياء ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضة ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن التشريع قد أكمل في حياته صلى الله عليه وسلم وأن الله قد أكمل للأمة دينها وأتم عليها نعمته قبل أن يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا شك أن ما زعمه أحمد التيجاني لنفسه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقضة وأنه أخذ عنه الطريقة التيجانية يقضة مشافها وأنه عين له الأوراد التي يذكر الله بها ويصلي على رسوله بها لا شك أن هذا من البهتان والطلال المبين الموضوع الثاني نبذ من عقيدته وعقيدة أتباعه نظرا إلى أن الدواعي التي دعت إلى إعداد بحث عن الطريقة التيجانية ليعرض على هيئة كبار العلماء في الدورة العاشرة لا تعني مناقشة رؤساء هذه الطريقة ولا رد عليهم وبيان الصواب لهم إنما تعني ذكر نقول من كتبهم تتجلى فيها عقائدهم ويمكن بعض الاطلاع عليها الحكم من خلالها عليهم بما تقتضيه هذه النقول لهذا اقتصرت اللجنة الدائمة للبحث العلمية والإفتاء على مجموعة من النقول من بعض كتبهم دون استقصاء ستبين منها عقائدهم ويسهل الحكم بمقتضاها عليهم ولم تضف إليها من عندها إلا إشارات خفيفة وفيما يلي ذكر نقول من كتاب جواهر المعاني وبلغ الأمان لعلي حرازم وكتاب رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم لعمر بن سعيد الفوتي قال علي حرازم أعلم أن سيدنا رضي الله عنه سئل عن حقيقة الشيخ الواصل وما هو فأجاب أما ما هو حقيقة الشيخ الواصل فهو الذي رفعت له جميع الحجب عن كمال النظر في الحضرة الإلهية نظرا عينيا وتحقيقا يقينيا فإن الأمر أوله محاضرة وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر كثيف ثم مكاشفة وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر رقيق ثم مشاهدة وهو تجل الحقائق بلا حجاب لكن مع خصوصية ثم معاينة وهو مطالعة الحقائق بلا حجاب ولا خصوصية ولا بقاء للغير والغيرية عينا وأثر وهو مقام السحق والمحق والدك وفناء الفناء فليس في هذا إلا معاينة الحق في الحق للحق بالحق فلم يبقى إلا الله لا شيء غيره فما ثم موصوله وما ثم واصله ثم حياه وهي تمييز المراتب بمعرفة جميع خصوصياتها ومقتضاياتها ولوازمها وما تستحقه من كل شيء ومن أي حضرة كل مرتبة منها ولماذا وجدت وماذا يراد منها وما يقول إليه أمرها وهو مقام إحاطة العبد بعينه ومعرفته بجميع خصوصياته وأسراره ومعرفة ما هي الحضرة الإلهية وما هي عليه من العظمة والجلال والنعوة العالية والكمال معرفة ذوقية ومعاينة يقينية والصاحب هذه المرتبة والذي تشق إليه المهامة في طلبه لكن مع هذه الصفة فيه كمال آذين الحق له إذن خاصا في هداية عبيده وتوليته عليهم بإرشادهم إلى الحضرة الإلهية فهذا هو الذي يستحق أن يطلب وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي جحيفة سلي العلماء وخالد الحكماء أصحاب الكبراء وصاحب هذه المرتبة هو المعبر عنه بالكبير ومتى عثر المريد على من هذه الصفة فلازم في حقه أن يلقي نفسه بين يديه كالميت بين يدي غسله لا اختيار له ولا إرادة ولا عطاء له ولا إفادة وليجعل همته منه تخلصه من البنية التي أغلط فيها إلى كمال الصفاء بمطالعة الحضرة الإلهية بالإعراض عن كل ما سواه ولينزه نفسه عن جميع الاختيارات والمرادات مما سواه هذا ومتى أشار عليه بفعل أوامر فليحضر من سؤاله بلمة وكيف وعلامة ولأي شيء فإنه باب المقت والطرد وليعتقد أن الشيخ أعرف بمصالحه منه وأي مدرجة أدرجه فيها فإنه يجري به في ذلك كله على ما هو لله بالله بما فيه إخراجه عن ظلمة نفسه وهواها إلى آخره ومن أمثلة غلو أتباع أحمد بن محمد التيجاني فيه ما قاله علي حرازم ونصه وأعلم رحمك الله أني لا أستوفي مال سيدنا وشيخنا ومولانا أحمد التيجاني رضي الله عنه من المآثر والآيات والمناقب والكرامات آبد الآبدين ودهر الداهرين لأني كلما تذكرت فضيلة وجدت فضيلة أخرى وكلما تذكرت آية رأيت أكبر من أختها إلى هل مجرى إلى أن قال لأن ما آثر هذا الشيخ لا تخصى ومناقبه لا تستقصى فقد شاعت بها الأخبار حيث صار الليل والنهار وليس يوجد لها حد ولا مقدار وإنما نورد صبابة منها وشضية من عدها فقد يكل عنها القرطاص والقلم ويعيى في طلبها اليد والقدم إلى آخر كلامه وبعد أن أثنى على من نقل عنهم في كتابه جواهر المعاني قال جعلنا الله وإياكم من المنخرطين في سلكه ومن المحسوبين في حزبه ومن من عرف قدره وقدر محبه بجاه محمد وآله وصحبه فإن من تشبث بأذيالهم بلغ المأمول وكان فيما يرومه قريب الوصول فابصد أيها المحب يد الضراعة عند ذكرهم وقف متذللا عند بابهم وقل بلسان الافتقار إليهم ارحم عبدك الضعيف وإن كان بها على الجور والتطفيف فقد قال تعالى على لسان رسوله أنا عند المنكسرة قلوبهم إلى أن قال وحاشى لمن تعلق بأذيالهم أن يهملوه أو تحيز لجنابهم أن يتركوه فإن طفيلية ساحتهم لا يرد وعن بابهم لا يصد ولله در قائلهم هم سادتي هم راحتي هم منيتي أهل الصفى خاز المعالي الفاخرة حشى لمن قد حبهم أو زارهم أن يهملوه سادتي في الآخرة وقال أيضا والفرق بين من يغلبه الحال لضعفه ومن يغلبه لقوة الوارد عليه أن الذي يغلبه لضعفه علامته أن لا يمد غيره وقصاراه على نفسه والذي يغلبه الحال لقوته علامته أن يمد غيره وأقوى من ذلك أن يسلبه ما أعطاه وذلك هو الكامل الذي يعطي ويسترد وكل شيء بقضاء وقدر وقد شاهدناه غير ما مره فعل ذلك مع بعض الإخوان لسوء أدبهم ولمدب آخر إلى آخره هذا وإنما اجتملت عليه هذه الكلمات من الغلوب الفاحش والشرك الفاضح لغني عن البيان وقد تجاوز به قائله حدا لا يقبل معه تأويل ولا ينفع معه اعتذار اللهم إلا إذا قيل إنه صدر من قائله في حال سلب فيها عقله وصار إلى حال لا يحمد عليها ولكن معظموه بل ولكن معظميه لا يرون ذلك ولا يقبلونه بل يرونه محمدة له وكرامة ثم ذكر عن أحمد التيجاني أن كلامه يحول حول الفناء ووحدة الوجود وأن شعور الولي بوجود نفسه يعتبر شركة وقال في وصفه أحمد التيجاني وحديثه عنه وكثيرا ما يقرر هذا المعنى ويدل عليه ويرشد بحاله ومقاله إليه وينشد بحاله على سبيل التمثيل أنا معي بدر الكمال حيث يسيل قلبي يميل وذلك بأنه قد مح السوى فلا يشاهد مع الله غيره ولا يرى لسواه نفعا ولا ضر بل يشاهد الفعل من الله وأنه هو المتصرف والدال بفعله عليه والمتعرف وأن أفعاله كلها مصحوبة بالحكمة محفوفة بالرحمة ويرى الخلق كالأواني المسخرة في يد غيره ويعد شهود الإنسان نفسه إثنينية ويتمثل بلسان حاله ويقول إذا قلت ما أذنبت قالت مجيبة وجودك ذنب لا يقاس به ذنب وعلى هذا المعنى صارت حالته فلا ترى أفعاله وأقواله وتصريحاته وتلوحاته تحوم إلا على الفناء في الله والغيبة فيه عما سواه إلى أن قال في وصفه في الصفحة الثالثة والستين يحيي القلوب ويبرئ من العيوب يغني بنظره ويوصل إلى الحضرة إذا توجه أغنى وأقنى وبلغ المنى ويتصرف في أطوار بالقلوب بالقلوب بإذن أعلام الغيوب إلى آخر كلامه انتهى وهذا لون آخر من شدة غلو الشيخ في نفسه وغلو أصحابه فيه انتهى به وبهم إلى دعوة الفناء المنقوط والقول بوحدة الوجود إن ذلك لإلحاد في الدين وبهتان وكفر مبين ثم زعم أن شيخه يعلم الغيب فقال ومن كماله رضي الله عنه نفوذ بصيرته الربانية وفراسته النورانية التي ظهر مقتضاها في معرفة أحوال الأصحاب وفي غيرها من إظهار مضمرات وإخبار بمغيبات وعلم بعواقب الحاجات وما يترتب عليها من المصالح والآفات وغير ذلك من الأمور الواقعات فيعرف أحوال قلوب الأصحاب وتحول حالهم وإبدال إعراضهم وانتقال أغراضهم وحالة إقبالهم وإعراضهم وسائر عائلهم وأمراضهم ويعرف ما هم عليه ظاهرا وباطنا وما زاد وما نقص ويبين ذلك في بعض الأحيان وتارة يستره رفقا بهم من الاختبار والامتحان واتفقت لغير واحد معه في ذلك قضايا غير ما مره وقال في حصول شيخه على اسم الله الأعظم وفي تقدير ثوابه وأما ثواب الاسم الأعظم فقد قال سيدنا رضي الله عنه أعطيت من اسم الله العظيم الأعظم صياغا عديدة وعلمني كيفية كيفية أستخرج بها ما أصيبت تراكيبه وأخبره صلى الله عليه وسلم بما فيه من الفضل العظيم الذي لا حد له ولا حصر وأخبره صلى الله عليه وسلم بخواصه الأيظام وكيفية الدعاء به وكيفية سلوكه وهذا الأمر لم يبلغ لنا من أحد أنه بلغه غير سيدنا رضي الله عنه لأنه قال رضي الله عنه أعطاني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم الاسم الأعظم الخاص بسيدنا علي كرم الله وجهه بعد أن أعطاني الاسم الأعظم الخاص بمقامه هو صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ رضي الله عنه قال سيد الوجود صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الخاص بسيدنا علي لا يعطى إلا لمن سبق عند الله في الأزل أنه يصير قطبا ثم قال رضي الله عنه ثم قلت لسيد الوجود صلى الله عليه وسلم ائذلي في جمع أسراره وجمع محتوى عليه ففعل صلى الله عليه وسلم وأما ما أخبره به صلى الله عليه وسلم عن ثواب الاسم الأعظم الكبير الذي هو مقام قطب الأقطاب فقال الشيخ رضي الله عنه حاكيا ما أخبره به سيد الوجود صلى الله عليه وسلم فإنه يحصر لتاليه في كل مرة سبعون ألف مقام في الجنة في كل مقام سبعون ألفا من كل شيء في الجنة كائن من الحور والقصور والأنهار إلى غاية ما هو مخلوق في الجنة ما عدى الحور وأنهار العسل فله في كل مقام سبعون حوراء وسبعون نهرا من العسل وكل ما خرج من فيه هبطت عليه أربعة من الملائكة المقربين فكتبوه من فيه وصعدوا به إلى الله تعالى وأروه له فيقول الجليل جل جلاله اكتبوه من أهل السعادة واكتبوا ما قامه في أليين في جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا في كل لفظة من ذكره وله في كل مرة ثواب جميع ما ذكر الله به على ألسنة جميع خلقه في سائر عوالمه وله في كل مرة ثواب ما سبح به ربنا على لسان كل مخلوق من أول خلق آدم إلى آخره الوجه الثاني يبدأ حالا لا زال الكلام عن أحمد بن محمد التيجاني ومصدر طريقته التيجانية والكلام في غلوه وحلوله واتحابه وفنائه ولازمنا نتحدث عن ما قاله علي حرازم في أحمد التيجاني وشدة غلو أصحابه فيه وكل ما خرج من فيه هبطت عليه أربعة من الملائكة المقربين فكتبوه من فيه وصعدوا به إلى الله تعالى وأروه له فيقول الجليل جل جلاله اكتبوه من أهل السعادة واكتبوا مقامه في عليين في جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا في كل لفظة من ذكره وله في كل مرة ثواب جميع ما ذكر الله به على ألسنة جميع خلقه في سائر عوالمه وله في كل مرة ثواب ما سبح به ربنا على لسان كل مخلوق من أول خلق آدم إلى آخره وكثير من هذا الخرص والتخميم والرجم بالغيب في تقدير الثواب بالآلاف المؤلفة إلى أن قال علي حراز ومما أن له علينا رضي الله عنه قال لو اجتمع جميع ما تلته الأمة من القرآن من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى النفخ في الصور لفظا لفظا فردا فردا في القرآن ما بلغ لفظة واحدة من الاسم العظم وهذا كله بنسبة للإسم كنقطة في البحر المحيط وهذا مما لا علم لأحد به واستأثر الله به عن خلقه وكشفه لمن شاء من عباده وقال رضي الله عنه إن الاسم الأعظم هو الخاص بالذات لا غيره وهو اسم الإحاطة ولا يتحقق بجميع ما فيه إلا واحد في الدهر وهو الفرد الجامع هذا هو الاسم الباطن أما الاسم الأعظم الظاهر فهو اسم الرتبة الجامع لمرتبة الألوهية من أوصاف الإله ومألوهيته وتحته مرتبة أسماء التشتيت ومن هذه الأسماء فيود الأولياء فمن تحقق بوصف كان فيضه بحسب ذلك الاسم ومن هذا كانت مقاماتهم مختلفة وأحوالهم كذلك وجميع فيود المرتبة بعض من فيود اسم الذات الأكبر وقال رضي الله عنه إذا ذكر الذاكر الاسم الكبير يخلق الله من ذكره ملائكة كثيرة لا يحصى عددهم إلا بالله ولكل واحد من الألسنة بعدد جميع الملائكة المخلوقين من ذكر الاسم ويستغفرون في كل طرفة عين للذاكر أي كل واحد يستغفر في كل طرفة عين بعدد جميع ألسنته وهكذا إلى يوم القيامة ثم قال رضي الله عنه سألت سيد الوجود صلى الله عليه وسلم عن فضل المسبعات العشر وأن من ذكرها مرة لم تكتب عليه ذنوب سنة فقال لي صلى الله عليه وسلم فضل جميع الأذكار وسر جميع الأذكار في الاسم الكبير فقال الشيخ رضي الله عنه علمت أنه أراد صلى الله عليه وسلم جميع خواص الأذكار وفضا إلها منطوية في الاسم الكبير ثم قال رضي الله عنه يكتب لذاكر الاسم بكل ملك خلقه الله في العالم فضل عشرين من ليلة القدر ويكتب له بكل دعاء كبير وصغير ستة وثلاثون ألف ألف مرة بكل مرة من ذكر هذا الاسم الشريف وقال رضي الله عنه فمن قدر أن ذاكرا ذكر جميع أسماء الله في جميع اللغات تساوي نصف مرة من ذكر الاسم من ذكر كل عارف انتهى وذكر عمر بن سعيد الفوتي في كتاب الرماح أن الأولياء يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضى وأنه يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه وأنه يتصرف في أقطار الأرض في الملكوت وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل عنه شيء وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم فإذا أراد الله أن يراه عبد رفع عنه الحجاب فيراه على هيئته التي كان هو عليها ثم ذكر في هذا الفصل كثيرا من المنقول عن جماعة من الصوفية فيها حكايات عن رؤية الأولياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقضة وذكر في هذا الفصل كثيرا من الغرائب والمنكرات حول مجالس الأنبياء والأقطاب في المسجد الحرام عند الكعبة بأجسادهم وتصرفهم بأنفسهم ووكلائهم في الخلق وذكر فيه أيضا أن الأنبياء والأولياء لا يبقون في قبورهم بعد الوفاة إلا زمانا محدودة يتفاوت حسب تفاوت درجاتهم ومراتبهم ثم ختم الفصل بقوله إذا نظرت وتحققت بجميع ما تقدم من أول الفصل إلى هنا وظهر لك ظهور لا غبار عليه أن اجتماع القطب المكتوم والبرزخ المختوم شيخنا أحمد بن محمد التيجاني سقان الله تعالى من بحره بأعظم الأواني ورزقنا جواره في دار التهاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام وأخذه رضي الله عنه وأرضاه وعنا به سيدنا جدة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة منه إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به وعاد علينا من بركاته دنيا وبرزخا وأخرى وحضور النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الخلفاء الأرباع رضي الله عنهم بأجسادهم وأرواحهم قراءة جوهرة الكمال وعند أي مجلس خير أو أي مكان شاء ولا ينكره إلا الطلبة الجهلة الأغبياء والحسدة المرضة الأشقياء لا مهدي إلا من هداه الله تعالى وقد غلى عمر بن سعيد الفوتي في تعظيم شيخه أحمد بن محمد التيجاني فزعم أنه خاتم الأولياء وسيد العارفين وأنه لا يتلقى واحد من الأولياء فيضا من نبي الله إلا عن طريقه من حيث لا يشعر به ذلك الولي قال الفصل السادس والثلاثون في ذكر فضل شيخنا رضي الله عنه وأرضاه وعنا به وبيان أنه هو خاتم الأولياء وسيد العارفين وإمام الصدقين وممد الأقطاب والأغواث وأنه هو القطب المكتوم والبرزخ المختوم الذي هو الواسطة بين الأنبياء والأولياء بحيث لا يتلقى واحد من الأولياء من كبار شأنه وكذلك من صغر فيضا من حضرة نبيه إلا بواسطته رضي الله تعالى عنه من حيث لا يشعر به ذلك الولي إن هذه الكلمات معطقة بالشرك الصريح والكذب المكشوف والغلو المنقوط فقد جعل شيخه على مرتبة من الصحابة وسائر القرون الثلاثة من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون بل من سواهم من الصارحين ثم ذكر مع نصه أن بعض من لم يكن له في العلم ولا في نفحات أهل الله من خلق قد يولد علينا إيرادين أولهما أنه يقول إن الشيخ رضي الله عنه وأرضاه مدح نفسه وزكاها وذلك مذنون ثانيهما أنه يقول إن قول الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به أن الفروض التي تفيض من ذات سيد الوجود تتلقاها ذوات الأنبياء وكل ما فضى وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي ومني يتفرق على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور ويدخل فيه جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيكون أفضل من جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذلك باطل وكذا قوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به ولا يشرب ولي ولا يسقى إلا من بحرنا من نشأة العالم إلى النفخ في الصور وكذلك قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به إذا جمع الله تعالى خلقه في الموقف ينادي مناد بأعلى صوته يسمعه كلهم بالموقف يا أهل المحشر هذا إمامكم الذي كان مددكم منه وكذا قوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به روحه صلى الله عليه وسلم وروحي هكذا مشيرا بأصبعيه السبابة والوسطى روحه صلى الله عليه وسلم تمد الرجل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وروحي تمد الأقطاب والعارفين والأولياء من الأزل إلى الأبد وكذا قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به قد ما يهتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لد آدم إلى النفخ في الصور وكذا قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به إن مقامنا عند الله في الآخرة لا يصله أحد من الأولياء ولا يقاربه من كبر شأنه ولا من صغر وإن جميع الأولياء من الصحابة إلى النفخ في الصور ليس فيهم من يصل مقامنا وكذا قوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به أعمار الناس كلها ذهبت مجانا إلا أعمار أصحاب الفاتح لما أغلق فقد فازوا بالربح دنيا وأخرى ولا يشغل بها عمره إلا السعيد وذكر علي حرازم عن أحمد بن محمد التيجاني في سياق الكلام على المفاضرة بين تلاوات القرآن والصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم إن تلاوة القرآن أفضل من حيث إنه كلام الله ومن حيث ما دل عليه من العلوم والمعارف والآداب ثم قال مع نصه إن هاتين الحيثيتين لا يبلغ فضل القرآن فيهما إلا عارف بالله قد انكشف له بحار الحقائق قال إن هاتين الحيثيتين لا يبلغ فضل القرآن فيهما إلا عارف بالله قد انكشفت له بحار الحقائق فهو أبدا يسبح في لجاجها فصاحب هذه المرتبة والذي يكون القرآن في حقه أفضل من جميع الأذكار والكلام لحوز الفضيلتين لكون يسمعه من الذات المقدسة سماعا صريحا لا في كل وقت وإنما ذلك في استغراقه وفنائه ثلاث تعالى والمرتبة الثانية في القرآن دون هذه وهي من من عرف معاني القرآن ظاهرة وألقى سماعه عند تلاوته كأنه يسمعه من الله يقصه عليه ويكله عليه مع وفائه بالحدود فهذا أيضا لاحق بالمرتبة الأولى إلا أنه دونها والمرتبة الثالثة رجل لا يعلم شيئا من معانيه إلا سرد حروفه ولا يعلم ما تدل عليه من العلم والمعارف فهذا إن كان مهتديا كسائر الأعازم الذين لا يعلمون معاني العربية إلا أنه يعتقد أنه كلام الله ويلقي سماعه عند تلاوته معتقدا أن الله يتل عليه تلاوة لا يعلم معناها فهذا لا حق في الفضل بالمرتبتين إلا أنه منحط عنهما بكثير كثير والمرتبة الرابعة أردني يتلو القرآن سواء علم معاني أو لم يعلم إلا أنه متجرئ على معصية الله غير متوقف عن شيء منها فهذا لا يكون القرآن في حقه أفضل بل كلما ازداد تلاوتا ازداد ذنبا وتعظم عليه الهلاك يشهد له قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه إلى قوله فلن يهتدوا إذا أبدا وقوله ويل لكل أفاك أثيم إلى قوله ولهم عذاب عظيم ثم قال مع نصه فمثل هذا لا يكون القرآن في حقه أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب المرتبة الرابعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حقه أفضل من القرآن وبعد أن بين ذلك قال مع نصه فإذا عرف ذلك بأن للعارف به أن ما في طريق العام غطاء غطى الله به أسرار القرآن وتركت أسرار القرآن ومذاقات أهل الخصوص من وراء أطوار الحس والعقل المدركة في أمر العام فيجب كتمه على كل من علمه إذ لم يرد سبحانه وتعالى إظهاره إلا للخاصة العليا من خلقه يا عبد السوء لو أخبرت الناس بما سويك لرجموك بالحجارة فقال له وأزتك لو أخبرت الناس بما كشفت لي من سعة رحمتك لم عبدك أحد فقال له لا تفعل فسكت امتهى ما أملاه علينا شيخنا أبو العباس التجاني ثم ذكر علي حرازم ما زعمه أحمد التجاني من بباسطة الرب لأبي يزيد مرة أخرى في الجواهر في الصفحة الثالثة والثمانين والمئة قال علي حرازم وسألته رضي الله عنه عن قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ الآية فأجاب رضي الله عنه بقوله معنى البحرين بحر الألوهية وبحر الوجود المطلق وبحر الخليقة وهو الذي وقى عليه كن وهو البرزخ بينهما صلى الله عليه وسلم لولا برزخيته صلى الله عليه وسلم لحترق بحر الخليقة كله من هيبة جلال الذات قال سيدنا رضي الله عنه يقصد التجاني قبحهم الله جميعا قال سيدنا رضي الله عنه بحر الخليقة بحر الأسماء والصفات فما ترى ذرة في الكون إلا وعليها الشم أو صفة من صفات الله وبحر الألوهية هو بحر الذات المطلقة التي لا تكيف ولا تقع العبارة عنها يلتقيان لشدة القرب الواقع بينهما قال سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولا يختلطان لا تختلط الألوهية بالخليقة ولا الخليقة بالألوهية فكل منهما لا يبغي على الآخر للحاجز الذي بينهما وهي البرزخية العظمة التي هي مقامه صلى الله عليه وسلم فالوجود كله عائش بدوام بقائه تحت حجابيته صلى الله عليه وسلم استثارا به عن سبحات الجلال التي لو تبدت بلا حجاب لحترق الوجود كله أصار مخضى العدم في أسرع منطرفة عين فالألوهية قائمة في حدودها والخليقة قائمة في حدودها كل منهما يلتقيان ولا يختلطان للبرزخية التي بينهما لا يبغيان أعني لا يختلط أحدهما على الآخر انتهى ما أمله علينا رضي الله عنه من حفظه ولفظه وسألته رضي الله عنه عن دائرته صلى الله عليه وسلم فأجاب رضي الله عنه بقوله هي دائرة السعادة التي وقع عليها قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال البوصيري رضي الله عنه ولن ترى من ولي غير منتصر البيت كل من لم ينتصر بالنبي صلى الله عليه وسلم لا حظ له في ولاية الله وهو معنى قول الشيخ رضي الله عنه لم ترى من ولي إلى آخره انتهى هذه طعمة أخرى طعمة التلاعب بآيات القرآن وتحريفها عن مواضعها وتأويل لها لما لا تدل عليه في لغة العرب بل بما تمده الوقود السليمة ويسخر منه أولو الألباب ذكر عمر بن سعيد الفوتي أن الشيخ أحمد التجاني قال ذات ليلة في مجلسه أين السيد محمد الغالي فجعل أصحابه ينادون أين السيد محمد الغالي على عادة الناس مع الكبير إذا نادى أحدا فلما حضر بين يدي الشيخ قال رضي الله عنه وأرضاه وعنى به قدما يهتان على رقبة كل ولي لله تعالى وقال سعيد محمد الغالي وكان لا يخافه لأنه من أكابر أحبابه وأمرائهم يا سيدي أنت في الصح والبقاء أو في السكر والفماء فقال رضي الله عنه وأرضاه وعنى به أنا في الصح والبقاء وكمال العقل ولله الحمد وقال قلت ما تقول بقول سعيد عبد القادر رضي الله عنه قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى فقال صدق رضي الله عنه يعني أهل عصره وأما أنا فأقول قدمي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النخ في الصور قال فقلت له يا سيدي فكيف تقول إذا قال أحد بعدك مثل ما قلت فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنى به لا يقوله أحد بعد قال فقلت يا سيدي قد حجرت على الله تعالى واسعة ألم يكن الله تعالى قادرا على أن يفتح على ولي فيعطيه من الفيوضات والتجليات والمنح والمقامات والمعارف والعلم والأسرار والترقيات والأحوال أكثر مما أعطاك فقال رضي الله عنه وأرضاه وعنى به بلى قادر على ذلك وأكثر منه لكن لا يفعله لأنه لم يرده ألم يكن قادر على أن ينبع أحد ما يرسله إلى الخلق ويعطيه أكثر مما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى لكنه تعالى لا يفعله لأنه ما أراده في الأزل فقال رضي الله عنه وأرضاه وعنى به هذا مثل ذلك ما أراده في الأزل ولم يسبق به علمه تعالى فإن قلت ما صورة برزخية القطب المكتوم المعبر عنه عند العارفين والصديقين وأفراد الأحباب وجواهر الأقطاب بجواهر الجواهر وبرزخ البرازخ والأكابر فالجواب هو الله تعالى الموفق بمنه للصواب اعلم وفقا لله وإياك لما يحبه ويرضاه أن الحضرات المستخيضة سبع الأولى حضرات الحقيقة الأحمدية وهي في جواهر المعالي غيب من غيوب الله تعالى فلم يتلع أحدا على ما فيها من المعارف والعلم والأسرار والفيضات والتجميات والأحوال العلية والأخلاق الزكية فما ذاق منها أحد شيئا ولا جميع الرسل والنبيين اختص صلى الله عليه وسلم وحده بمقامه إلى أن قال فما نال أحد منها شيئا اختص بها صلى الله عليه وسلم لكمال أزدها وغاية ألوها والثانية حضرات الحقيقة المحمدية فمنها كما في جواهر المعاني كل مبارك النبيين والمرسلين وجميع الملائكة والمقربين وجميع الأقطاب والصديقين وجميع الأولياء والعارفين إلى أن قال وكل ما أدركه جميع الموجودات من العلوم والمعارف والفيضات والتجليات والترقيات والأحوال والمقامات والأخلاق إنما هو كله من فيض حقيقته المحمدية والثالثة الحضرة التي فيها حضرات سادتنا الأنبياء على اختلاف أذواقهم ومراتبهم وأهل هذه الحضرة هم الذين يتلقون كل ما فاضى وبرز من حضرة الحقيقة المحمدية كما قال شيخون رضي الله عنه وأرضاه عنا به مشيرا إلى أهل هذه الحضرة بقوله إن الفيوت التي تفيد من ذات الوجود صلى الله عليه وسلم تتلقاها ذوات الأنبياء وبقوله رضي الله عنه وأرضاه عنا به روحه صلى الله عليه وسلم تند الرسل والأنبياء إلا أن لخاتم الأولياء مشربا من النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء عليه الصلاة والسلام ولا الطلاع عليه كما سيأتي الآن قريبا إن شاء الله تعالى والرابعة حضرة خاتم الأولياء الذي يتلقى جميع ما فاض به من ذوات الأنبياء لأنه رضي الله عنه وأرضاه وعنا به هو برزخ البرازخ كما قال رضي الله عنه وأرضاه وعنا به مشيرا إلى هذه الحضرة بقوله إن الفيود التي تفيد من ذات سيدي الوجود صلى الله عليه وسلم تتلقاها ذوات الأنبياء وكل ما فاض وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي ومني يتخرق على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى نفخة الصور وخصصت بعلوم بيني وبينه منه إلي مشافهة لا يعلمها إلا الله عز وجل بلا وسطة وبقوله أنا سييد الأولياء كما كان صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وبقوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به لا يشرب ولي ولا وسق إلا من بحرنا من نشأة العالم إلى النفخ في الصور وبقوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به إذا جمع الله تعالى خلقه في الموقف ينادي مناد بأعلى صوته حتى يسمع كل من بالموقف يا أهل المحشر هذا إمامكم الذي كان مدى بكم منه وبقوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به مشيرا بأصبعيه السبابة والوسطى روحي وروحه صلى الله عليه وسلم هكذا روحه صلى الله عليه وسلم تند الرسل والأنبياء وروحي تند الأقطاب والعارفين والأولياء من الأزل إلى الأبد وبقوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به إن القطب المكتوم هو الوسطة بين الأنبياء والأولياء فكل ولي لله تعالى من كبر شأنه ومن صغر لا يتلقى فوضا من حضرة نبيه إلا بوسطته رضي الله عنه وأرضاه وعنا به من حيث لا يشعر به ومدده الخاص به إنما يتلقاه منه صلى الله عليه وسلم ولا اطلاع لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على فيده الخاص به لأن له مشربا معهم منه صلى الله عليه وسلم والخامشة حضرة أهل طريقته الخاصة بهم إلى هذه الحضرة أشار الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به بقوله لو اطلع أكابر الأقفض على ما أعد الله لأهل هذه الطريقة لبكوا وقال يا ربنا ما أعطيتنا شيئا وبقوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به لا نطمع لأحد من الأولياء في مراتب أصحابنا حتى الأقطاب الكبار ما عدا أصحاب رسول إليه صلى الله عليه وسلم وبقوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به كل الطرائق تدخل عليها طريقتنا فتبطلها وطابعنا يركب على كل طابع لا يحمل طابعنا غيره وبقوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به من ترك ورد من أورال الشيخ لأجل الدخول في طريقتنا هذه المحمدية التي شرفها الله تعالى على جميع الطرق آمنه الله تعالى في الدنيا والآخرة فلا يخاف من شيء يصيبه لا من الله ولا من رسوله ولا من شيخه أيا كان من الأحياء أو الأموات وأما من دخل زمرتنا وتأخر عنها ودخل غيرها تحل به المصائب الدنيا وأخرى ولا يفلح أبدا قلت وهذه لأنه قد ثبت أول هذا الفست أن صاحبها رضي الله عنه وأرضاه وعنا به هو الختم الممد الذي يستمد منه من شواه من الأولياء والعارفين والصدقين والأغواث ومن ترك المستمد ورجع إلى الممد فلا لوم عليه ولا خوف بخلاف من ترك الممد ورجع إلى المستمد وبقوله رضي الله عنه وأرضاه عنه به وليس لأحد من رجال أن يدخل كافة أصحاب الجنة بغير حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصر ما بلغوا إلا أنا وحدي ورأى ذلك ما ذكر لي فيهم وضمنه صلى الله عليه وسلم أمر لا يحل لي ذكره ولا يعرف إلا في الآخرة قلت ووجه تقديم حضرة أهل طريقته على الحضرة التي فيها حضارات الشيوخ الذين هم أهل الطرق من سادتنا الأولياء رضي الله عنهم ظاهر لأن أهل طريقته هم أول من يخيض عليهم ما يستمده من الحضرة المحمدية ومن حضرات سادتنا الأنبياء عليهم من الله تعالى أفضل الصلاة وأكم السلام ومن هنا صار جميع أهل طريقته أعلى مرتبة عند الله تعالى في الآخرة من أكابر الأغطاب وإن كان بعضهم في الظاهر من جملة العوامل المحجوبين والثادسة الحضرة التي فيها حضارات سادتنا الأولياء رضي الله تعالى عن جميعهم وهي مستمدة من حضرة خاتمهم الأكبر جميع ما نالوا وإليها يشير قول شيخنا أحمد رضي الله عنه وأرضاه عنا به كان في جواهر معاني بقوله فلكل شيخ من أهل الله تعالى حضرة لا يشاركه فيها أحد والسادعة الحضرة التي فيها خضرات تلاميذهم انتهى الموضوع الثالث حكم الشريعة في من يعتقد هذه العقيدة إنما كقدم في الإعداد من بضع اتيجانية قليل من كثير مما ذكره علي الحراز في كتابه جواهر معاني رضاية الأمان وما ذكره عمر بن سعيد الفوتي في كتابه رماح حزب الرحيم على نخول حزب الرجيم وهنا من أوسع كتب التيجانية وأرثقها في نظر أهل هذه الطريقة إنما ذكر في الأعداد إنما هو نماذج لأنها من بدع التيجانية تتجلى فيها عقائدهم وتكفي لمن عرضها على أصول الشريعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم على كل من يعتقد هذه العقائد المتدع المنكرة ونلخص فيما يلي جملة من عقائدهم التي تضمنها البحث واحد غلو أحمد بن محمد أتيجاني مؤسس الطريقة وغلو أتبائه فيه غلوا جاوز الحد حتى أضفى على نفسه خصائص رسالة بل صفات عبوبية والإلهية وتبعه في ذلك مريده اثنان إيمانه بالفناء ورحدة العجود وزعمه ذلك لنفسه بل زعم أنه في الذروة العجو من ذلك وصدقه فيه مريده فآمنوا به واعتقدوه ثلاثة زعمه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وتلقي النبي صلى الله عليه وسلم إياه الطريقة التيجانية وتلقيه وردها والإذن له يقظة في تربية الخلق وتلقيهم هذا الورد واعتقاد مريده وأتباعه ذلك أربعة تصريحه بأن النبض يفيد من الله على النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم يفيد منه على الأنبياء ثم يفيد من الأنبياء عليه ثم منه يتفرق على جميع الخلق من آدم إلى النفس في السور ويزعم أنه يفيد أحيانا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه مباشرة ثم يفيد منه على سائر الخلق ويؤمن مريده بذلك ويعتقدونه خمسة تهدونه على الله وعلى كل ولي بالله وسوء أدبه معهم إذ يقول قدمي على رقبة كل ولي فلما قيل له إن عبدالقادر الجيلاني قال فيما زعمه قدمي على رقبة كل ولي قال صدق ولكن في عصره أما أنا فقدماي على رقبة كل ولي من آدم إلى النفس في السور فلما قيل له أليس الله قادرا على أن يوجد بعدك وليا فوق ذلك قال بلى ولكن لا يفعل كما أنه قادر على أن يوجد نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يفعل ويريدوه يؤمنون بذلك ويدافعون عنها انتهى شريط الرابع والعشرون من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث الانمية والإفتاء وله بقية على الشريط الخامس والعشرين الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد الثاني العقيدة ولازلنا في الكلام عن عقيدة أحمد التيجاني وندخل إلى الموضوع الثالث في حكم الشريعة في من يعتقد هذه العقيدة نقول إنما تقدم في الإعداد من بداع التيجانية قليل من كثير مما ذكره علي حرازم في كتابه جواهر المعاني وغاية الأماني وما ذكره عمر بن سعيد الفوتي في كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم وهما من أوسع كتب التيجانية وأوثقها في نظر أهل هذه الطريقة إنما ذكر في الإعداد إنما هو نماذج لأنواع من بداع التيجانية تتجلى فيها عقائدهم وتكفي لمن عرضها على أصول الشريعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم على كل من يعتقد هذه العقائد المبتدعة المنكرة ونلخص فيما يلي جملة من عقائدهم التي تضمنها البحث واحد غلو أحمد بن محمد التيجاني مؤسس الطريقة وغلو أتباعه فيه غلوا جاوز الحد حتى أضفى على نفسه خصائص الرسالة بل صفات الربوبية والإلهية وتبعه في ذلك مريدوه اثنان إيمانه بالفناء ووحدة الوجود وزعمه ذلك لنفسه بل زعم أنه في الذروة العليا من ذلك وصدقه فيه مريدوه فآمنوا به واعتقدوه ثلاثة زعمه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وتلقين النبي صلى الله عليه وسلم إياه الطريقة التجانية وتلقيه وردها والإذن له يقظة في تربية الخلق وتلقينهم هذا الورد واعتقاد مريديه وأتباعه ذلك أربعة تصريحه بأن المدد يفيد من الله على النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم يفيد منه على الأنبياء ثم يفيد من الأنبياء عليه ثم منه يتفرق على جميع الخلق من آدم إلى النفخ في الصور ويزعم أنه يفيد أحيانا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه مباشرة ثم يفيد منه على سائر الخلق ويؤمن مريدوه بذلك ويعتقدونه خمسة تهدمه على الله وعلى كل ولي لله وسوء أدبه معهم إذ يقول قدماي على رقبة كل ولي فلما قيل له إن عبد القادر الجيلاني قال فيما زعم قدمي على رقبة كل ولي قال صدق ولكن في عصره أما أنا فقدماي على رقبة كل ولي من آدم إلى النفخ في الصور فلما قيل له أليس الله قادرا على أن يجد بعدك وليا فوق ذلك قال بلى ولكن لا يفعل كما أنه قادر على أن يجد نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يفعل ومريدوه يؤمنون بذلك ويدافعون عنه ستة دعوه كذبا أنه يعلم الغيب وما تخفي الصدور وأنه يصرف القلوب وتصديق مريديه ذلك وعده من محمده وكرماته سبعة إلحاده في آيات الله وتحريفها عن مواضعها بما يزعمه تفسيرا إشارية كما سبق في الأعداد من تفسيره قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ويعتقد مريدوه أن ذلك من الفيض الإلهي ثمانية تفضيله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن بالنسبة لمن يزعم أنهم أهل المرتبة الرابعة وهي المرتبة الدنيا في نظره تسعة زعمه هو وأتباعه أن زعمه هو وأتباعه أن منادي ينادي يوم القيامة والناس في الموقف بأعلى صوته يا أهل الموقف هذا إمامكم الذي كان منه مددكم في الدنيا إلى آخره عشرة زعمه أن كل من كان تيجانيا يدخل الجنة دون حساب ولا عذاب مهما فعل من الذنوب حادي عشر زعمه أن من كان على طريقته وتركها إلى غيرها من الطرق الصوفية تسوء حاله ويخشى عليه سوء العقبة والموت على الكفر ثاني عشر زعمه أنه يجب على المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل لا اختيار له بل يستسلم لشيخه فلا يقول لما ولا كيف ولا علامة ولا لأي شيء إلى آخره ثالث عشر زعمه أنه يؤتي اسم الله الأعظم علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم ثم هول أمره وقدر ثوابه بالآلاف المؤلفة من الحسنات خرصا وتخمينة ورجما بالغيب واقتحاما لأمر لا يعلم إلا بالتوقيف رابع عشر زعمه أن الأنبياء والمرسلين والأولياء لا يمكثون في قبورهم بعد النوت إلا زمنا محدودا يتفاوتوا بتفاوت مراتبهم ودرجاتهم ثم يخرجون من قبورهم بأجسادهم كما كانوا من قبل إلا أن الناس لا يرونهم كما أنهم لا يرون الملائكة مع أنهم أحياء خامس عشر زعمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بجسده مجالس أذكارهم وأورادهم وكذا الخلفاء الراشدون إلى آخره إلى غير ذلك مما لو عرض على أصول الإسلام اعتبر شركا وإلحادا في الدين وتطاولا على الله ورسوله وتشريعه وتضليلا للناس وتبجحا منهم بإمه الغيب إلى آخره هذا ما تأثر والله الموفق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعضوية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ونائب رئيس اللجنة رحمه الله الشيخ عبد الرزاق عفيفي والرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز وأما دعوى بعض الصوفية أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فشيء لا أصل له بل هو باطل وإنما يرى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حين يخرج الناس من قبورهم وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أول من تنشق عنه يوم القيامة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لقد تضاربت أقوال الفقهاء في الصلاة خلف الآئمة المبتدئين وأصحاب الطرق خصوصا التابعين للطريقة التيجانية وقد اطلعت على رسالة الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الأفريقي رحمه الله مدير دار الحديث بالمدينة المنورة سابقة الأنوار الرحمانية في هداية الفلقة التيجانية حيث تضح أن عقائد أصحاب هذه الطريقة هداهم الله إلى سواء الصراط غير صحيحة وهم أقربوا إلى الشرك والضلالة والعياذ بالله منهم إلى الإيمان والتصديق بكتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار فهل تصح الصلاة خلف إمام مبتدئين تابع للطريقة التيجانية وإذا كان الجواب لا فهل المسلم إقامة الصلاة في أهله وفي بيته إذا لم يجد في أي مسجد في المدينة التي يسكنها إماما غير مبتدئ وهل تجوز إقامة الصلاة في جماعة خاصة في المسجد بعد انتهاء مبتدئ لصاحب الطريقة التيجانية من صلاته وهذا سيؤدي إلى بابلة في الأفكار وتفرقة بين صفوف المسلمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وألي وصحبه وأبعد الفرقة التيجانية من أشد الفرق كفرا وضلالة وابتداعا في الدين لما لم يأذن به الله سبحانه فلا تصح الصلاة خلف من هو على طريقتهم وبإمكان المسلم أن يلتمس له إماما غير متبعا لطريقة التيجانية وغيرها من طرق مبتدعة ممن لا تتسم إباداتهم وأعمالهم بالمتابعة لمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وإذا لم يجد إماما غير مبتدع فيقيم له جماعة في أي مسجد من مساجد المسلمين إذا أمن الفتنة والإضرار به من المبتدعة فإن كان في بلد تسلط فيه مبتدع فيقيم الجماعة في أهله أو بأي مكان يأمن فيه على نفسه ومتى أمكنتك الهجرة إلى بلد تقام فيه السنة وتحارب البدع وجب عليك ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال جماعة صالحة في قرية آهلة بالسكان بها مسجد جامع كبير يصلي فيه الجماعة وهو الوحيد في القرية كافة يصلى الصلوات الخمس والمسجد يسعى المصلين ويبقى فارغا محتاجا إلى زيادة مع العلم أن أهل القرية ليسوا مدونين على صلاة الجماعة إلا أفراد صالحين قلائل الجماعة الصغيرة انشقت عن القرية مستنكرة بدعا وخلافات وتقصير أهل القرية في القيام بشعائر دينهم وأدائها بطرق غير تامة وغير صحيحة علما بأن أهل القرية من الطريقة التيجانية فقررت هذه الجماعة الصغيرة عدم الصلاة وراء إمام القرية الذي ليس له الأهلية للصلاة مع اعتقاداته التيجانية الفاسدة وهو يشجع عليها فيحضر الإنداح بالنبي وفيها من الإطراء والشرك ما تعلمون وانتهى بهم إلى بناء مسجد جديد لا يبعد كثيرا عن المسجد الأول وبدأوا يدرسون فيه التوحيد ويعلمون أتباعهم العقيبة الصحيحة ويحذرونهم من البدع والخلافات فمال من جهتهم عدة شباب فتن من أهاليهم وحكمت أهل القرية على هذه الجماعة أنها ليست من الدين وقالوا إن المسجد الجديد مسجد ضرار مع العلم أن هذه الجماعة معها شيخ علم دارس بالزيتونة متفقه في الفقه المالكي فما حكم هذا المسجد الذي بني جديدا وهل ينطبق عليه قولتهم إنه مسجد ضرار وما حكم الإنكار على أهل الطريقة التيجانية وفي أي درجة هل من الإيمان وهل يجوز لطالب علم يريد الإصلاح في هذه القرية أن يحاول إصلاح هؤلاء المنحرفين من التيجانيين في مسجدهم والبعد عن الجماعة الأخرى التي تتبع الحق وذلك بسبب إثارتهم لفتنة المسجد الجديد أم يبقى مع جماعة الحق القليلة وينصرم عن الآخرين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا إذا كان الواقع كما ذكر من أن المسجد الكبير الوحيد في القرية قد تسلط عليه التجانيون وأعلنوا فيه البدع والخرافات وأن جماعة من أهل الحق أنكروا عليهم ذلك فلم يقبلوا فاعتزلوهم لذلك وبنوا مسجد ليقيموا فيه الصلوات إلى آخره فليس مسجدهم الذي بنوه مسجد ضرار ثانيا إن كار ما عليه أهل طريقة التيجانية من البدع والخرافات واجب على أهل العلم من أهل السنة والجماعة وأما درجة أهل الطريقة التيجانية والحكم فيهم بسبب ما أحدثوه من البدع والخرافات فقد أعد كتابة من اللجنة الدائمة في بدعهم ثالثا من كان لديه علم وأمل في قبولهم النصيحة خالتهم ونصحهم رجاء يتقبلوا منه ويكفوا عن بدعهم أو يقبلوا منها وإلا وجب عليه اجتنابهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يوجد في بلدتنا إمام مسجد متابع لإحدى الطرق وهي طريقة التيجانية ومقدم في هذه الطريقة يعطي الورد ويذكرون هذا الورد داخل المسجد بصوت مرتفع في حلقة خاصة وسط الحلقة قطعة من القماش الأبيض ويذكروا هذا الذكر كل يوم بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ويطلقون عليه اسم الهلالة وذكر آخر خاص بيوم الجمعة يذكرونه بعد صلاة العصر واسمه الوظيفة ويختمون هذا الذكر بختم اسمه بحزب الحمد لله إلى آخره من الأذكار عند وفاة إنسان يمتبع هذه الطريقة بعد تجهيزه يضعونه وسط حلقة ويذكرون عليه الوظيفة كما ذكرنا ويحملون هذا الميت ويقولون عند حمله إلى المقبر لا إله إلا الله بأصوات مرتفعة جدا ويسقطون هذا الميت في القبر بالفتح وهذا الإمام كما ذكر سابقا في السؤال يجمع الأموال والوعد من عند الفقراء والأغنياء ويحمل هذه النقودة والأموال إلى شير في الزاوية وكذلك له عمل آخر هزاز أمداح مع المدحين يمدحون شيخهم أحمد التيجاني وكذلك يطوف على ضريح سيد الحاج علي في أدماس ويضرع إليه لكي يقضي له أموره وأيضا يعمل في فدوة الإخلاص ويقولون إن الفدوة تخلص مؤلها يوم القيامة من الذنوب وهذه تابعة إلى أئمة الطريقة التيجانية وما يفضو بها إلا من كان متبعا طريقة التيجانية وثمنها ما بين ثمانمائة دينار جزائري وما فوقها والسؤال المطروح نحو سيادتكم هل تجوز إمامته وهل تجوز الصلاة وراءه أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الفرقة التيجانية من أشد الفرق كفرا وضلالا وابتداعا في الدين لما لم يشرعه الله سبحانه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن يتخذ إماما من هو على طريقهم ولا تصح الصلاة خلف من هو على طريقتهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم قراءة التيجانية والقادرية وما حكم من دام على أحدهما حتى الموت وهل لنا أن نصلي وراءه أو الصلاة عليه بعد الموت أفيدون أفادكم الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أوراد التيجانية والقادرية لا تخلو من البدع الشركية والخرافات كالاختغاثة بغير الله والأذكار التي لم ترد في كتاب الله تعالى ولا في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك أن تتعبد بها ولا تجوز الصلاة وراء من ثبت أنه كان يتعبد بها ولا الصلاة على جنازته إذا مات بناء على الظاهر من حاله أما ما يختم به له فإلى الله تعالى فإنه هو الذي يعلم السر وأخفى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل الشرك المذكور في الآية الكريمة ولا تنكح المشركة حتى يؤمن يشمل هؤلاء المسلمين الذين يتبعون بعض الطرق التيجانية والقادرية والذين يعلقون على أجسامهم تمائمة من القرآن والذين يتبعون الإسلام ولهم عادات وثانية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الشرك المذكور في الآية يشمل من يستغيث بغير الله من الجن والأموات والغائبين عنه ومن يعلقون تمائمة من غير القرآن رجاء نفيها وتعليق الشفاء عليها والغلو في ذلك كما يشمل من لهم عادات وثانية كعادات أهل الجهلية الأولى من التقرب إلى غير الله بالنذر لهم وتقديم الذبائح وسائر القربان لهم والضراعة لهم والتمسح بهم والطواف حول قبورهم رجاء نفع أو كشف ضر فمن فعل ذلك فهو داخل في أموم المشركين والمشركات في الآية لا يحل أن منكحهم المؤمنات حتى يؤمنوا إيمانا خالصا ويتوب مما ذكر من البدع الشركية وأمثالها من نواقد الإيمان ولا يجوز للمؤمن يتزوج نساءهم المبتدعات البدع الشركية حتى يتبن منها ويقنعن عنها وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الأوراد التيجانية والقادرية ونحوهما جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أورادهم كسائر أوراد متصوفة يغلب عليها الطابع البدعي والأذكار البدعية وخير للمسلم أن يتخذ لنفسه وردا من القرآن وأن يذكر الله بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في طائفة تيجانية لها دعاء ويسمى هذا الدعاء صلاة الفاتح وهو عندهم خير من قراءة القرآن هل هذا صحيح وأيضا قبل صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح من يوم الجمعة يجيثون في شكل حلقة ويضعون قطعة قماش في الوسط ويدعون أنه يجيث فيه رسول صلى الله عليه وسلم أحمد التيجاني وفي هذا الوقت لهم دعاء وهو صلاة الفاتح هل هذا صحيح وما الدليل على ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما زعموه من ذلك كذب وعملهم باطل وبدعة محدثة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم هامش زيادة في الإيضاح أذكر ما يسمى بصلاة الفاتح قال في المرسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعصر في الندوة العالمية للشباب الإسلامي ما نصه يدعي زعيمهم أحمد التيجاني بأنه قد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لقاء حسيا مادية وأنه قد كلمه مشافهة وأنه قد تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفاتح لما أغلق صيغة هذه الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولهم في هذه الصلاة أعتقادات نسوق منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبره بأن المرة الوحيدة منها تعديل من القرآن ستة مرات وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبره مرة ثانية بأن المرة الوحيدة منها تعديل من كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن ستة آلاف مرة لأنه كان من الأذكار الجواهر الجزو الأول الصفحة السادسة وثلاثون والمئة أن الفضل لا يحصل بها إلا بشرط أن يكون صاحبها مأذونا بتلاوتها وهذا يعني تسلسل نسب الإذن حتى يصل إلى أحمد التيجاني الذي تلقاه عن رسول الله كما يزعم أن هذه الصلاة هي من كلام الله تعالى بمنزلة الأحاديث القدسية الدرة الفريدة الجزء الرابع الصفحة الثانية والعشرون والمئة أن من تلو صلاة الفاتح عشر مرات لو عاش العارف بالله ألف ألف سنة ولم يذكرها كان أكثر ثوابا منها من قرأها مرة كفرت بها ذنوبه ووزنت له ستة آلاف من كل تسبيح ودعاء وذكر وقع في الكون إلى آخره انظر الكتاب مشتهى الخارف الجاني صفحة التسعة والتسعين بعد المائتين إلى الصفحة الثلاثمائة انتهى من الصفحة السابعة والعشرين علمية أقول وفي هذا تظهر دلالة قوله جل وعلا فويب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الآية وقد فصلت اللجنة القول في هذه الطائفة في الفتاوى السابقة انتهت الحاشية القادرية سؤال يطلب فيه السائل اعطاءه فكرة عن الطائفة القادرية ويذكر انه قرأ كتابا من كتب هذه الطائفة يسمى الفوضات الربانية في المآثر والاوراد القادرية فوجد فيه قصيدة تتضمن دعاوة ومآثر لشيخ الطريقة القادرية فهل ما فيها حق او باطل وقد ارسل السائل القصيدة مع استفتائه لإفتائه عما فيها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ان القصيدة التي ارسلها المستفتي ليعرف ما فيها هل هو حق او باطل تدل على ان قائلها جاهل يدعي نفسه دعاوى كلها كفر وضلال فيدعي ان كل علوم العلماء مستقى من علمه وفروع له وان سلوك العباد انما هو بما فرضه وسنه لهم وانه يقدر على اغلاق الجحيم بعظمته لو لا سابق عهد من الرسول وانه يغيث من وفى له من المريدين وينجيه من البلايا ويحييه في الدنيا والاخرة ويؤمنه من المخاول ويحضر معه الميزان يوم القيامة فهذه الدعاوى الكاذبة لا تصدر الا من جاهل لا يعرف قدر نفسه فان كمال العلم لله وحده وان شؤون الاخرة ومقاليد الامور الى الله وحده لا الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل ولا لصالح ما من الصالحين وقد امر الله رسوله وهو خير خلقه ان يتلو على الامة قوله تعالى قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضره الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون وقوله تعالى قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يديرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم انصق الناس به واقربهم اليه رحمة واولاهم بمعروفه ان ينقذ انفسهم من عذاب الله بالايمان به سبحانه والعمل بشريعته واخبرهم انه لا يغني عنهم من الله شيئا واخبر ان ادم ونوحا وابراهيم وموسى وعيسى يقول كل منهم يوم القيامة نفي نفي فكيف يملك شيخ الطريقة القادرية او غيره من المخلوقين ان ينجي مريديه وان يحمي من وفى له بعهده ويغيثه ويحضر معه عند وزن اعماله يوم القيامة وكيف يملك ان يغلق ابواب الجحيم بعظمته ان هذا لهو البهتان المبين والكفر الصراح بشريعة رب العالمين لقد زاد صاحب هذه القصيدة في غلوه وتجاوزه حد الحس والعقل والشرع فادعى انه كان بنور محمد قبل ان يكون الخلق وانه كان في قاب قوسين اجتماع الاحبة اي مع جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام وانه كان مع نوح عليه السلام في السفينة وشاهد الطوفان على كف قدرته وانه كان مع ابراهيم عليه السلام حين القي في النار وان هذه النار بردت بتعوته وانه كان مع اسماعيل وانه ما نزل الكبش الا بفتواه او فتوته وانه كان مع يعقوب عليه السلام حينما اصيب بصره وان عينيه ما برئة الا بتفلته وانه هو الذي اقعد ادريس عليه السلام في جنة الفردوس وانه كان مع نوسى عليه السلام حين مناجاته لربه وان عصا نوسى مستمدة من عصا وانه كان مع عيسى في المهد وانه هو الذي اعطى داود حسن الصوت في القراءة بل ادعى أفحش من ذلك ادعى أنه هو الله في الأبيات الثلاثة من قصيبته وأصلحها قوله أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقتي تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فأي كفر بعد هذا الكفر والأياذ بالله فيا أيها الأخ المستفتي يكفيك من شر سماعه ويغنيك عن معرفة تفاصيل تاريخ وسيرة القادرية ما في قصيبة شيخ هذه الطائفة من البهتان والكفر والطغيان اجتهد في معرفة الحق من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان السلف الصالح من الصحابة وتابعهم للكتاب والسنة النبوية الصحيحة مع اعتقادنا أن الشيخ عبدالقادر الجيلاني الذي تنسب إليه هذه الطريقة بريء من هذه القصيبة براءة الذئب من دم ابن عقوب وأتباعه يكذبون عليه كثيرا وينسبون إليه ما هو بريء منه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم جمع إنسان جيرانه لقراءة مناقب الشيخ عبدالقادر لأنه يؤدي إلى محبة الأولياء ثم يمد له سماطا يقصد إكرام الضيوف عملا بحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فما حكم ذلك هل هو حرام أو مكروه أو سنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد محبة أولياء الله وإكرام الضيف من محاسن الشريعة ومما حث عليه الكتاب والسنة لكن اتخاذ قراءة مناقب الشيخ عبدالقادر أو نحوه وسيلة لمحبة الأولياء واتخاذ مد السماط عادة عند ذلك من البدع التي تفضي إلى الغلو في عبدالقادر وأنثاله وقد تنتهي إلى دعائه والاستغاثة به والتوسل بجاهه عند الدعاء وذلك من نوع شرعا لأنه إما شرك كالاستغاثة به وإما ذريع كالتوسل به أو بجاهه إلى الله ولأنه يقع كثيرا في تراجم من يسمون أولياء من الكذب والأباطيل وما قد يفضي إلى الغلو فيهم وخير من ذلك أن يجمع معرفه على قراءة القرآن ودراسته وقراءة الأحاديث الصحيحة لمعرفة الأحكام والاتعاض بذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم النقش بندية سؤال إنني طالب علم وإيمان يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فما هي توجيهاتكم الرشيدة لي لقراءة الكتب الإسلامية التي تبني المسلم بناء سليما خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشبهات والأباطيل باسم الدين ثانيا ما حكم الإسلام من خلال معرفتكم في الطرق الصوفية عامة والطريقة النقش بندية خاصة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا تعتني بكتاب الله وتكسر من تلاوته وتدبره لأنه أصل كل خير ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ في التوحيد شرح العقيدة التحاوية وكتاب تطهير الاعتقاد للصنعاني وكتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب مختصر الصواعف المرسلة للمنصلي وكتاب كشف الشبهات وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والعقيدة الوسطية مع شروحها لابن تيمية وكتابي الحموية والتدمورية له وقرأ في الفقه في كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي وكتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزية وكتاب إعلام المواقعين له أيضا وعندة الفقه للموفق ابن قدامة وقرأ من كتب الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم ورياض الصالحين ومنتقى الأخبار وبلوغ المرام وقرأ من كتب المواعظ في كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية ويسمى أيضا الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح والوابر الصيب لابن القيم ثانيا تكثر البدع عند جماعة الطرق الصوفية عمومة كذكر الجماعي في صفوف أو حلقات بصوت واحد وذكرهم الله بالاسم المفرد بصوت واحد مثل الله الله حي حي قيوم قيوم وذكرهم بضمير الغائب مثل هو هو أي هو وذكرهم بكلمة آه وفي نشيبهم على الأذكار شر كثير مثل الاستغاثة بغير الله وطلب المدد من الأموات مثل البدوي والشاذلي والجيلاني وغيرهم وفي كتبهم بدع كثيرة وشر مستطير ويخص النقشة بندية وذكرهم الله بلفظ الجلالة في الورد اليومي بحركات قلبية مع نفس تشبه حركة اللسان بالكلام دون تحريك لللسان واستحضار المريد شيخه وورده اليومي مع اعتقاد وساطته في نجاته يوم القيامة وهذه الأمور كلها من البدع المنكرة لأن تلك الأذكار لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه من الكتاب والسنة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الوجه الثاني يبدأ حالا طريقة الهبرية سؤال ما حكم الشريعة الإسلامية في الطريقتين التي توجدان في بلدنا الجزائر وله اسم الهبريين نسبة إلى شيخهم الكبير وهو الشيخ الهبري وكما نعرف أن شيخهم المحبوب الحضرة ويعتقدون أنهم في الطريق الصحيح وأن كل المسلمين الآخرين في ضلال فهل هذه الطريقة صحيحة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الطريقة السليمة الصحيحة هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمن اقتفى أثره في ذلك فهو على الصراط المستقيم وأما الطرق التي حدثت بعد ذلك فيعرض كل عمل منها على الشريعة الإسلامية فما وافقها أخذ به وما خالفها أرد لقول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك موصاكم به لعلكم تتقوني وننصحك بكثرة تلاوة القرآن وقراءة تفسيره وخاصة تفسير ابن جرير وابن كثير رحمهم الله وكذلك قراءة السنة وشرحها وخاصة الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة إلى غير ذلك من كتب الحديث الشريف مثل منتقى الأخبار وبلوغ المرام ورياض الصالحين وزاد المعاد في هدي خير العباد للعلمة بن القيم رحمه الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الخوارج سؤال ما هو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه حيث قال سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإنما لقيت منهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة في من قيل هذا الحديث وأي زمان الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث وما في معناه قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة المسمهة بالخوارج لأنهم يغلون في الدين ويكفرون المسلمين بالذنوب التي لم يجعلها الإسلام مكفرة وقد خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنكروا عليه أشياء فدعاهم إلى الحق وننظرهم في ذلك فرجع كثير منهم إلى الصواب وبقي آخرون فلما تعدوا على المسلمين قاتلهم علي رضي الله عنه وقاتلهم الأئمة بعده عملا بالحديث المذكور وما جاء في معناه من الأحاديث ولهم بقايا إلى الآن والحكم عام في كل من اعتقد عقيدتهم في كل زمان ومكان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل تعتبر فرقة الإباضية من الفرق الضالة من فرق الخوارج وهل يجوز الصلاة خلفهم مع الدليل جواب فرقة الإباضية من الفرق الضالة لما فيهم من البغي والعدوان والخروج على عثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهما ولا تجوز الصلاة خلفهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الرافضة سؤال إن السائل وجماعة معه في الحدود الشمالية مجاورون للمراكز العراقية وهناك جماعة على مذهب الجعفرية ومنهم من امتنى عن أكل ذبائحهم ومنهم من أكل ونقول هل يحل هنا أن نأكل منها علما بأنهم يدعون علي والحسن والحسين وسائر ساداتهم في الشدة والرخاء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وأبع إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن الجماعة الذين لديه من الجعفرية يدعون علي والحسن والحسين وسادتهم فهم مشركون مرتدون عن الإسلام والأياذ بالله لا يحل الأكل من دبائحهم لأنها ميتة ولو ذكروا عليها اسم الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا من قبيلة تسكن في الحدود الشمالية ونحن مختلطون وقبائل من العراق وما ذهبهم شيعة وثنية يعبدون قببة ويسمونها بالحسن والحسين وعلي وإذا قام أحدهم قال يا علي يا حسين وقد خالطهم البعض من قبائلنا في النكاح وفي كل الأحوال وقد وعظتهم ولم يسمعوا وهم في القرايا والمناصيب وأنا ما عندي أعظهم بعلم ولكن إني أكره ذلك ولا أخالطهم وقد سمعت أن ذبحهم لا يؤكل هؤلاء يأكلون ذبحهم ولم يتقيدوا ونطلب من سماحتكم توضيح الواجب نحو ما ذكرنا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض إذا كان الواقع كما ذكرت من دعائهم عليا والحسن والحسين ونحوهم فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام فلا يحل أن نزوجهم المسلمات ولا يحل لنا أن نتزوج من نسائهم ولا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم قال الله تعالى وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْدَبَكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبِدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْدَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هي عقيدة الشيعة بقدر الإمكان؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الشيعة فرق كثيرة منها الغلاة وغير الغلاة فنصيك بقراءة ما كتبه العلماء في تفصيل فرقهم وبيان عقيدة كل فرقة منهم مثل كتابات مقالات الإسلاميين لأب الحسن الأشعري ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي وكتاب الملل والنحل للشهر الثاني والملل والنحل لابن حزن وكتاب مختصر التحفة الاثنى عشرية ونحوها ليكون لديك إلمام واسع بعقائدهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل الشيعة الحاليون كفار كلهم أو آئمتهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الشيعة الحاليون فرق كثيرة فاقرأ عنهم في كتب الفرق المعاصرة لتعرف تفصيل القول في الحكم عليهم واقرأ مختصر التحفة الاثنى عشرية وكتاب الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب ومنهاج السنة لابن تيمية والمنتقى منه للذهبي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بماذا تحكمون على الشيعة وخاصة الذين قالوا إن علي في مرتبة النبوة وإن سيدنا جبريل غلط بنزوله على سيدنا محمد جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الشيعة فرق كثيرة ومن قال منهم إن علي رضي الله عنه في مرتبة النبوة وإن جبريل عليه السلام غلط فنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو توضيح الاختلاف بين السنة والشيعة وأقرب الفرق إلى السنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الفروق بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة كثيرة فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة والإمامة وغير ذلك وقد كتب كثير من العلماء في ذلك كشيخ الإسلام بن تانية في منهاج السنة والشهر الثاني في الملل والنحل وابن حزم في الفصل وغيرهم والخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب ومختصر التحفة الاثنى عشرية فراجع ذلك في الكتب المذكورة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم عوام الروافض الإمامية الاثنى عشرية وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسيق جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من شايع من العوام إماما من آئمة الكفر والضلال وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوى حكم له بحكمهم كفرا وفسقا قال الله تعالى يسألك الناس عن الساعة إلى أن قال وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة وقرأ الآية رقم 65-100-66-67-100- من سورة البقرة والآية رقم 37-38-39- من سورة الأعراف والآية رقم 21-22- من سورة إبراهيم والآية رقم 28-29- من سورة الفرقان والآيات رقم 62-63-64 من سورة القصص والآيات رقم 31-32-33 من سورة 7 والآيات رقم 20 حتى الآية 36 من سورة الصعفات والآيات من السابعة والأربعين حتى الخمسين من سورة غافر وغير ذلك في الكتاب والسنة كثير ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم وكذلك فعل أصحابه ولم يفرق بين السادة والأتباع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل الطريقة الشيعة الإمامية من الإسلام ومن الذي اخترعها لأنهم أي شيعة ينسبون مذهبهم لسيدنا علي كرم الله وجهه ينسبون مذهبهم لسيدنا علي كرم الله وجهه وأيضا إذا لم يكن مذهب الشيعة من الإسلام ما الخلاف بينه وبين الإسلام وأرض من فضيلتكم وإحسانكم بيانا واضحا شافيا بالأدلة الصحيحة خصوصا مذهب الشيعة وعقائدهم وبيان بعض الطرق المخترعة في الإسلام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد مذهب الشيعة الإمامية مذهب مبتدع في الإسلام أصوله وفروعه ونوصيك بمراجعة كتاب الخطوط العريضة ومختصر التحفة الاثنين عشرية ومنهاج السنة لشيخ الإسلام وفيها بيان الكثير من بداعهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لقد انتشر في بلاد نيجيريا حب آية الله خميني وثورته الشيائية الإيرانية في شباب المسلمين ويرى هؤلاء الشباب أنه لا يوجد لدى العالم الإسلامي دولة تحكم بما أنزل الله إلا الدولة الإيرانية ولا يوجد رئيس دولة مسلم إلا آية الله خميني والآن بدأت دعوتهم تنتشر في نيجيريا لذلك نرجو منكم توضيحا كافيا عن حقيقة الشيعة الإيرانية ورئيس هذه الدولة آية الله خميني وما يدعو إليه وإن شاء الله إذا وجدنا ذلك سنحاول ترجمته بلغتنا الهوسة واللغة الإنجليزية حتى نتخلص من هذه العقيدة في بلادنا لأن الجمهورية الإيرانية يرسلون للمسلمين في نيجيريا كتبا كثيرة في كل شهر فأفتونا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قائلة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما زعمه هؤلاء الشبان من أنه لا يوجد في العالم الإسلامي دولة تحكم بما أنزل الله إلا الدولة الإيرانية ولا يوجد رئيس دولة مسلم إلا آية الله الخميني زعم ضاطل بل كذب وافترى يشهد بذلك ورقع الدولة الإيرانية ورئيسها عخيدة وعلمة فإن الشيعة الإمامية الإثنى عشرية قد نقلوا في كتبهم عن آئمتهم أن القرآن الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه عن طريق حفاظ القرآن من الصحابة محرف بالزيادة فيه والنقص منه وبتبديل بعض كلماته وجمله وبحذف بعض آيات وسؤال منه يعرف ذلك من قرأ كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب الذي ألفه حسين ابن محمد تقي النوري الطبرسي في تحريف القرآن وأمثاله مما ألف انتصارا للرافضة ودعما لمذهبهم كمنهاج الكرامة لابن المطهر كما أنهم يعرضون عن دواوين السنة الصحيحة كصحيحي البخاري ومسلم فلا يعتبرونها مرجعا لهم في الاستجلال على الأحكام عقيدة وفقه ولا يعتمدون عليها في تفسير القرآن وبيانه بل استحدثوا كتبا في الحديث وأصلوا لأنفسهم أصولا غير إسلامية يرجعون إليها في تمييز الضعيف في زعمهم من الصحيح وجعلوا من أصولهم رجوع إلى أقوال الآئمة الاثنى عشر المعصومين في زعمهم فمن أين يكون لديهم من علم القرآن المتواتر والسنة الصحيحة وقواعد الشريعة الثابتة وأحكامها ما يطبقون على قضايا أمتهم الإيرانية التي يحكمونها وكيف يقال مع ذلك لا يوجد رئيس دولة المسلم إلا آية الله الخميني وهو القائل في كتابه الحكومة الإسلامية تحت عنوان الولاية التكوينية فالصفحة الثانية والخمسين إن للآئمة مقاما محمودة ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون وإن من ضروريات مذهبنا أن لآئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل انتهى كلامه إن هذا له الكاذب الفاضح والبهتان المبين وننصحك بقراءة كتاب مختصر التحفة الاثنى عشرية للعلامة محمود شكر الآلوسي ورسالة الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب وكتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية للعلامة الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تانية وكتاب المنتقى من منهاج السنة للذهبي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم طائفة البهرة سؤال كبير علماء بوهرة يصر على أنه يجب على أتباعه أن يقدم له سجدة كلما يزورونه فهل وجد هذا العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين وحديثا نشرت صورة لرجل بوهري يسجد لكبير علماء بوهرة في جريبة من الباكستانية المعروفة الصادرة في السادس من أكتوبر سنة سبعين وتسعمائة وألف ميلادية ولإطلاعكم عليها نرفق لكم تلك الصورة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد السجود نوع من أنواع العبادة التي أمر الله بها لنفسه خاصة وقربة من القرب التي يجب أن يتوجه العبد بها إلى الله وحده لعموم قوله تعالى ولقد بعثنا في كل ألمة الرسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فنهى سبحانه وعباده عن السجود للشمس والقمر لكونهما آيتين مخلوقتين لله فلا تستحقان السجود ولا غيره من أنواع العبادة وأمر تعالى بإفراده بالسجود لكونه خالقا لهم ولغيرهما من سائر الموجودات فلا يصح أن يسجد لغيره تعالى من المخلوقات عامة ولقوله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فأمر بالسجود له تعالى وحده ثم عم فأمر عباده أن يتوجه إليه وحده بسائر أنواع العبادة دون سواه من المخلوقات فإذا كان حال البوهرة كما ذكر في السؤال فسجودهم لكبيرهم عبادة وتأليه له واتخاذ له شريكا مع الله أو إلها من دون الله وأمره إياهم بذلك أو رضاه به يجعله طاغوتا يدعو إلى عبادة نفسه فكل الفريقين التابع والمتبوع كافر بالله خارج بذلك عن ملة الإسلام والأياذ بالله سؤال جميع النساء يقبلن يده ورجله فهل يجوز في الإسلام لرجل غير محرم من النساء أن يلمسن أيدي كبير العلماء وهذا العمل ليس خاصا بكبير العلماء بل هو لكل فرد من أفراد أسرته جواب أولا ما ذكر من تقبيل النساء النساء البوهرة يد كبيرهم ورجله وتقبيلهن يد كل فرد من أسرته ورجله لا يجوز ولم يعرف ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع أحد من الخلفاء الراشدين وذلك لما فيه من الغروي في تعظيم المخلوق وهو ذريعة إلى الشرك ثانيا لا يجوز لرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه ولا أن يمس جسدها لما في ذلك من الفتنة ولأنه ذريعة إلى ما هو شر منه من الزمى ووسائله وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن من هاجرن إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قوله غفور رحيم قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايع ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايع النساء مصافحة بل بايعهن كلاما فقط مع وجود المقتضي للمصافحة ومع عصمته وأمن الفتنة بالنسبة له فغيره من أمته أولى بأنه يجتنب مصافحة النساء الأجنبيات منه بل يحرم عليه ذلك فضلا عن تقبيل يده ورجه وأيديه وأرجل أفراد وسرته وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية سؤال كبير علماء بوهره يدعي أنه المالك الكلي للروح والإيمان العقائد الدينية نيابة عن أتباعه جواب إذا كان كبير علماء بوهره يدعي ما ذكر فدعوه باطلة سواء أراد بما يدعيه من ملك الروح والإيمان أن الأرواح والقلوب بيده يصرفها كيف يشاء فيهديها إلى الإيمان أو يضلها عن سواء السبيل فإن ذلك ليس إلى أحد سوى الله تعالى لقوله سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وقوله من يهدي الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن تصريف القلوب بهدايتها وإضلالها إلى الله دون سواء ولما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء ومن دعائه صلى الله عليه وسلم عند فزعه إلى ربه بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أو أراد بملكه الأرواح والإيمان نيابة عن جماعته أن إيمانه يكفي أتباعها أن يؤمنوا وأنهم يثابون بذلك ويؤجرون وينجون من العذاب بل وينجون من العذاب وإن أساءوا العمل وارتكبوا الجرائم والمنكرات فإن ذلك مناخد لما جاء في القرآن من قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقوله كل مرئ بما كسب رهين وقوله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر الآية وقوله من يعمل سوءا يجز به ولا يجر له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله ولا تزر وازرة نزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن كل إنسان يجزى بعمله خيرا كان أم شرا ولما ثبت في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أنذل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليمي من نالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا سؤال ويدعي كبير علماء بوهرة أنه المالك الكلي لجميع أملاك الوقف وأنه غير محاسب على جميع الصدقات وهو الله على الأرض كما ادعى ذلك كبير علماء المتوفى سيدنا طاهر سيف الدين في قضية بالمحكمة الأية في مدينة بومبي وله القدرة الكاملة على جميع أتباع جواب ما ذكر في السؤال عن دعوة كبير البوهرة ملكه الكلي لجميع أملاك الوقف وأنه غير محاسب على جميع الصدقات وأنه هو الله على الأرض كلها دعا وباطلة سواء صدرت منه أم من غيره أما الأولى فلأن أعيان الأوقاف لا تملك وإنما يملك الانتفاع بضالتها وذلك بصرفها إلى الجهات التي جعلت وقفا عليها لا إلى غيرها فلا يملك كبير البوهرة أعيان أي أوقاف ولا يملك شيئا من غلتها إلا غلت ما جعل وقفا عليه إن كان أهلا لذلك وأما الثانية وهي دعوة أنه غير محاسب فلأن كل امرئ محاسب على جميع أعماله من التصرف في الصدقات وغيرها بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأما الثالثة وهي دعوة أنه الله في الأرض فكفر صراح ومن ادعى ذلك فهو طاغوت يدعو إلى تأليه نفسه وعبادتها وبطل ذلك معلوم من دين الإسلام بالضرورة سؤال ويدعي أنه يحق له أن يعلن البراءة والمقاطعة الاجتماعية ضد الذين يعترضون على مثل هذه الأعمال جواب إن كانت صفة كبير علماء بوهرة على ما تقدم في الأسئلة فلا يجوز له أي تبرأة ممن يعترضون عليه في مرتكبه من أنواع الشرك بل يجب عليه قبول نصحهم والإقلاع عن تأليه نفسه وعن دعوة اتصافه بما هو من اختصاص الله تعالى من الألوهية وملك الأرواح والقلوب ودعوة من حملوه إلى عبادته وإلى غلوهم في الضرعة والخضوع إليه ولأفراد أسرته بل يجب على من اعترضوا على ما يرتكبه من ألوان الكفر أن يتبرأوا منه ومن ضلاله وإضلاله إذا لم يقبل نصحهم ولم يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإن يتبرأوا من أتباعه وكل من كان على شاكلتهم من الطواغيت وعبدة الطواغيت قال الله تعالى واعتصموا بحذب الله جميعا وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله وجثنبوا الطاغوت وقال والذين جثنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وأبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى أن قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغنيم الحميد سؤال هل الإسلام يسمح بالاضطهاد الديني البوهرة مسلمون يؤمنون بجميع تعاليم الإسلام عزي المستمع هذا زعم السائل البوهرة مسلمون يؤمنون بجميع تعاليم الإسلام والقرآن المجيد وكلام الله ويجب على جميع المسلمين أن يؤمنوا بالقرآن جواب الإسلام لا يسمح بالاضطهاد المسلمين الصادقين في إيمانهم واتباعهم لكتاب الله وهدى رسوله صلى الله عليه وسلم بل يحرم ذلك وقد يعتبره كفرا إذا كان واقع كبير علماء بوهرة وأتباعه ما وصفت في أسئلتك فهم كفره لا يؤمنون بأصول الإسلام ولا يهتدون بهدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستبعد منهم أن يضطهد الصادقين في إيمانهم بالله وكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وسنته كما اضطهد الكفار في كل أمة ورسل الله الذين أرسلهم سبحانه إليهم لهدايتهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء انتهى الشريط الخامس والعشرون من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش المجلد الثاني العقيدة ولازلنا مع المجموعة الثالثة في هذه الفتاوى وله بقية على الشريط السادس والعشرين والذي سنبدأه إن شاء الله بالكلام عن الباطنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر